بسم الله الرحمن الرحيم ونقدر النهاردة نعمل وقت كويس معاكم ونتشرف بوجودي طبعا للستاذ سامي أهلا بيك السامي أهلا وسهلا بيك السادة رمضان وبإذن الله حلقة موفقة وأقول للطلبة النهاردة الحلقة الدسمة حضر معك كشكول تابع معنا وكتب كل حاجة احنا بنقولها إن شاء الله رب العالمين مركبات الألكينات لها اسم تاني تسمى أستيلينات طبعا للتشبيه بأول مركب منها اللي هو الأستيلين اللي هو سي 2 الألكينات مركبات غير مشبعة الألكينات أول مركب فيها يبدأ بزارتين كربون ما ينفعش فيه زارة كربون واحدة الألكينات لما أجي سميها تسمية أيوباك بضيف المقطع ألف يه نون الألكينات مركبات غير مشبعة تتفاعل بالإضافة على مرحلتين ولكن قبل ما نبدأ كده تعالوا نشوف القانون العام للألكينات ونتعرف على كيفية حساب اتش و سي في الألكينات وقفت عليك وعندما الألكينات تعريب بتاعها هيدرو كربونات أليفاتية ذات سلسلة مفتوحة غير مشبعة توجب بزارتين كربون أو أكثر روابطة سلاسية واحدة منهم تبقى سجمة وربطتين بيبقى باي وعشان كده الألكينات لما بتيجي تتفاعل بالإضافة طبعا مركبات نشطة لما بتيجي تتفاعل بالإضافة تفاعل بالإضافة على مرحلتين وبيحكمها قانون جزيئي عام قانون جزيئي عام سي ان اتش اتنين ان ناقس اتنين وعشان كده الألكينات بسميها السلسلة المتجنسة أو سلسلة متجنسة طب يعني هي سلسلة متجنسة مجموعة من المركبات العضوية يحكمها قانون جزيئي عام تتفق في الخواص الكيميائية ومتدرجة في الخواص الفيزيائية يعني كل ما بنزل تحت الكتلة الجزيئية بتزيد اللي هو الوزن الجزيئي بيزيد بيزداد معها درجة الإنسهار ودرجة الآيه الغلاية ممكن نزود كمان على التعريف بعد إذنك طبعا ان كل مركب يزيد عن الذي يصبقه بمجموعة تسمى مجموعة ميسين او تسمى مجموعة ميسيلين بكتلة وزنية 14 وحدة كتل زرية يعني انا عندي الميسان من الألكينات سلسلة متجنسة السلين ألكينات تمام سلسلة متجنسة الأسيتلين ألكينات تنساش تحضير المركبات اللي فاتت دي والكشف عن الكربون والهيدروجين أيضا بحيث ان عندنا أربع تجارب من التجارب الأساسية في امتحالاتنا أول مركب عندنا زي ما اتفقنا الأسيتلين الألكينات مركبات تعتبر سلسلة متجنسة غير مشبعة تتفاعل بالإضافة في مرحلتين لوجود ربطتين باي الأسيتلين اللي هي الألكينات أنشط من الألكينات اللي هي أوليفينات أنشط من الميسام الألكان اللي هي بارافينات تعالوا نتعرف ونشوف مع بعض تحضير أول مركب عضوي غير مشبع في سلسلة الألكينات اللي هو الأسيتلين تمام احنا بنستخدم هنا كاربيد الكالسيوم ولكن تفاعلات كاربيد الكالسيوم دايما بتبقى تفاعلات طاردة للحرارة فأنا لما أجي أفعله بفعله مع المية بس بحزر شوية تنقيط مية برده آه تنقيط مية الصيغة البنائية الكاربيد الكالسيوم سي وهنا رابطة سلاسية سي وهنا سي إيه ده كده كاربيد لإيه كاربيد الكالسيوم هفعله مع اتنين مول من المية اللي أنا ممكن أكتبها اتش او اتش اللي هي اتش تو او واكتب على السهم تنقيط مية بارد لأن التفاعل وده يكون ماء ايه ماء بارد تنقيط ماء ايه بارد لأن التفاعل ايه خطر شوية الكالسيوم بياخد مجموعتين الهايدروكسيل فبيديني سي اي او اتش باي تو ده بيفضل في الدورة والاتنين هيدروجين هياخد المجموعة بتاعت الكربون هيديني اتش وهنا سي ربطة سلاسية سي وهنا اتش الاسيتلين وديني غاز الاسيتلين ولكن عندي مشكلة هنا أن غاز الاسيتلين بيتصاعد معه غاز كابريتيد هيدروجين وغاز الفوسفين برضو مصدرهم أساسا من كاربيد الكالسيوم دول جملة المخلوم من شوائب الكابريت وشوائب الفسفور اللي موجودة فيه كاربيد ليه الكالسيوم يبقى أنا معايا كاربيد الكالسيوم بيحتوي على بعض الشوائب كاربيد الكالسيوم موجود عندنا في وسط الرمال كاربيد الكالسيوم ده لما بنجيبه ونشتغل به ونضيف عليه مية وننقط عليه مية برضا بيطلع معاه الشوائب الخطرة زي غاز اتش تو اس اللي رحته كاريها غاز الفوسفين اللي اعتبر غاز من الغازات السامة اتخلص منهم طبعا ان احنا بنمرر المحليل دي في محلول مائي من حمض الكابريتيك المخفف مع كابريتات النحاس المائية اللي يبتمتص الشوائب اللي موجودة وتعمل تنقية لغاز الايه الاسيتيبي طبعا من الاسئلة المهمة جدا يقول للطالب علل اللي ما يأتي يتم امرار غاز الايصاين قبل جمعه على محلول كابريتات نحاس في حمض الكابريتيك مخفف ليه لان كابريتات النحاس وحمض الكابريتيك هما اللي اتنين هيخلصوني من غاز كابريتيد الهيدروجين وغاز الفوسفين انت لو تفتكى السيد رمضان كابريتات النحاس في الباب التاني في وسط حمضي مع غاز كابريتيد الهيدروجين ادينا راسب اسود من كابريتيد النحاس تمام يبقى انا كده خلصت من ايه من الكابريتيد الهيدروجين غاز الفوسفين ده غاز قاعدة مع حمض الكابريتيك هيديني كابريتات الفسفونيام ويبقى انا كده خلصت منهم هما الاتنين فلما يجي لسؤال تاني علل اللي ما يأتي يمرر غاز الايصاين قبل جمعه على محلول كابريتات النحاس في وسط حمد أو حمد كابريتيك مخفر للتخلص من شوائب كابريتيك الهايدروجين وغاز الفوسفين الناتجين من الشوائب الموجودة في كاربيد الكالسي يبقى احنا كده حضرنا الأستيرين من تفاعل طارد للحرارة التفاعل ده اللي هو إضافة المية على كاربيد الكالسي قبل ما نخش فيه خصائص الأستيرين بالزاد طبعا الأل كائنات المركبات الأولى منها تعتبر غازات والمركبات اللي بيزيد فيها الكتلة الجزائية السوائل ثم مواد إيه صلبة الأل كائنات من ضمن المركبات الإيه النشطة ممكن يسألني السؤال هنا يقول لي اكتب صيغة جزائية لمركب من الأل كائنات يحتوي على سبع زرات ويسقط المركب ده عبارة عن إيه أل كائنات في سبع زرات يا ترى أجيبه إزاي بنكتب السؤال القائن القائن على سبع زرات يبقى أنا عندي القانون الجزائي العام بتاعي سي إن وهنا اتنين إن ناقص اتنين هيساوي سبعة كده يعني؟ آه يعني نقول السؤال مركب من الأل كائنات يحتوي سبع زرات محددش لا كربون ولا هيدولوجيا تماما هو زرات كلها اكتب الصيغة الجزائية والبنائية لهذا المركب تمام يبقى أنا عندي إن القانون الجزائي سي إن إتش اتنين إن ناقص اتنين كل ده هيساوي سبعة يبقى أنا عندي التلاتة إن هيساوي تسعة السمية الس備 بقتنين وديتها بإشارة موجبة النحية التانية ده هيروح النحية التانية بإشارة موجبة يبقى تسعة يبقى إن الواحدة él تساوي كام تلاتة يبقى المركب ده الصيغة الجزائية بتاعته سي سي ري إتش كام إتش سي تلاتة إتش أربعة أربعة ناقص ناقص اتنين ده أربعة ده أربعة عايز الصيغة البنائية تمام هذه واحد اتنين تلاتة وهنا فيه عندي رابطة سلاسية وهنا عندي رابطة وهنا واحد اتنين تلاتة يبقى هيدروجين اتنين تلاتة ودرارة مركب ده اسمه برو باين جميل حلو جدا اقول واحد ولا ما اقولش الواحد لان ما فيش غيرها رابطة سلاسية اللي بتبين انه غير مشبعة طيب البروباين ده مركب غير مشبعة محتاج كم مل هيدروجين للتشبع عنده كم رابطة سجمة عنده كم رابطة عنده كم مجموعة كل دي اسئلة لازم الطالب اواخد باله من المركب العضو اللي بيكتبه يعني البروباين ده لو الشاشة ايه الصورة جات معنا كده في الورقة بتاعتنا البروباين في مجموعة ميسايل واحد اللي هي السياتش سري اللي هي دي تمام عنده كم مجموعة او كم رابطة سجمة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة تلاتة زائد اربعة ونشيله ايه حدي ésțة سجمة عنده كم باي عنده رابطة 2 باي محتاج كم مول هايدروجين للتشبع اتنين مول من غز الهايدروجين جميل جدا محتاج كم زردة هايدروجين للتشبع اربعة هنا عندنا فيه عند اتنين ايه رابطة يبقى محتاج اتنين مول هايدروجين يبقى اربعة في عدد افو جادرو يبقى اربعة في ستة واتنين مية في عشر اصي كام تلاتة عشين دالة هي عدد زر erkennen الملاحظة دي قلتها بعد اذن حضرتك عشان الطالب ياخد باله ان المتحان بتاعنا مش هيجي للحافظ هيجي للفاهم بس مركب زي كده انا طلعت كل الاسئلة دي في مركب واحد من اللي هو غير ايه مشابه هنكمل بقى درس بتاعنا القال كاينات قبل ما نخش في الخواص بتاعته هناخد طريقة تحضيره في الصناعة طريقة تحضيره في الصناعة بحضره في الصناعة من الغاز الطبيعي اللي بيحتوي على نسبة عالية جدا من غاز الميسان يعني غاز الميسان نسبته فيه الغاز الطبيعي بيفوق تقريبا تسعين في المية من تسعين لتناثة فسعين في المية فانا بعمل ايه بمرر غاز الميسان فيه او بعرض لدرجة حرارة تصل الى الف وخمسمائة درجة مئوية وبعد كده بعمل له تبريد سريع يعني تسخين شريط جدا ثم تبريد سريع هيتكون عند الاسيتين وثلاثة مول هيدروجين الله يفتع عليك يبقى دي عندي هنا باخد اتنين مول من غاز الميسان هسخن تسخين لحد الف وخمسمائة درجة مئوية يعني طالب يقول لي يا استاذ ده كاتب في الكتاب اعلى من الف وربعمية هتقوله ما هو الف وخمسمائة اعلى من الف وربعمية تمام فهو كاتب على السهم الف وخمسمائة درجة ايه مئوية هيديني غاز الاساين اللي هو سي تو اتش تو زائد غاز الهيدروجين طب يديني غاز هيدروجين قديها يبقى ديني ثلاثة مول يبقى ثمان زرات ودخلين ثمان زرات هيدروجين طبعا على السهم برضو ما ننساش نكتب تبريد سريع هنا تبريد سريع يبقى انا معايا تسخين عالي جدا يعدي الالف وربعمية ثم تبريد سريع بيتكون غاز الاساين طب مش ممكن يجيلي سؤال في الامتحان يقول لي من اسيتات السوديوم كيف تحصل على غاز الاساين او الطالب متعود على ان اسيتات السوديوم تمام تقطير جاف اجيب ميسان لا انا مش عاوز ميسان عاوز ايساين عاوز اسيتيلين بلاش اسيتات سوديوم هاتها يا اخي من حمد الاساتيك حمد الاساتيك مع السوداكياوية جدت اسيتات سوديوم اعمله تقطير جاف حصلت على الميسان ااخد الميسان حسخنه الالف وخمسمية وبرت تبريد سريع وصلت للإيه للإيساين تمام الله افتعاني هنكتب السؤال نتابع بقى نتابع الخواص اللي موجودة عندنا اول خاصية من خواص الكيميائية للأسيتيلين عملية الاحتراق احتراق الأسيتيلين بيتوقف على عدد زرات الأكسوجين على عدد جزيئات الأكسوجين اذا كانت كمية وفيرة او كمية محدودة من الأكسوجين لو كمية وفيرة بنحصل على لهب يسمى لهب الأكسي أسيتيلين وتنطلق كمية حرارة عالية جدا تفوق الثلاث تلاف درجة مقوية لذلك يستخدم هذا اللهب لهب الأكسي أسيتيلين في قطع ولحام المعد اذا كانت كمية محدودة بينتج لهب مدخم بيطلع زرات كربون غير كاملة الاحتراق طبعا أستاذنا فاضل هيوضح لنا الكلام ده بالمعادلات قبل ما نخش في الحتة دي انا بس عايز عرف الطالب شكل ايه لهب الأكسي أسيتيلين ده لانه هو لما بتقرب له الموضوع شوية بيبقى ايه يعني في بينا احنا عارفين ان فيه ناس بتشتغل في حاجة اسمها السمكرة الحداد او السمكري او الراجب تاع الشكمانات هتلاقي دايما قدامه كده بيشتغل به أمبوبتين جنب بعض هو أمبوبة غاز الأسيتيلين هما في اللغة الدرجة بيسموها أمبوبة الكربون والأمبوبة التانية اللي فيها الأكسوجين ده أمبوبة الأكسوجين لو انا فتحت غاز الأسيتيلين بس ولعت عملتش عال هيديني لها بكبير كده معها دخل صودة ده معناه ان ده احتراق غير تام تمام طب لو انا فتحت كمان غاز الأكسوجين من أمبوبة الأكسوجين تلاقي اللهب بقى صغير كده بس درجة حرارته تصل الى 3000 درجة مئوية ده بيستخدم بقى ايه في قطعه الحامل معاك الأكسوجين انا دخلته هنا في التفاعل مع الأسيتيلين يقترى الأكسوجين هنا هيعمل ايه هيشتعل لا ده بيزود الاشتعال هو بيساعد على الاشتعال الأكسوجين عمره ما يشتعل الأكسوجين بيساعد على الاشتعال يبقى هناخد الأسيتيلين مع 3 مول من جزيئات الأكسوجين هناخد أسيتيلين مع 5 مول من جزيئات الأكسوجين طبعا في كمية محدودة يبقى لها مدخن تلاقي دخان طالع لعدم الاحتراق الكامل لزرات الكربون واذا كانت كمية وفيرة من الجزيئات بتاعت الأكسوجين بيطلع منه طاقة حرارية ايه عالية؟ دعالوا نشوف الكلام ده ونتعرف عليه تفضل هذا عندي غاز الإيصاين همرر عليه أو قلة من الأكسوجين كده هنا هي كمية غير كافية ده هنا هي قلة من الأكسوجين هيديني غاز ثاني أكسيدي كربون بخار مية وهيديني سيناج الكربون سيناج الكربون ده اللي احنا في اللغة درجة بنسميه الهباب هباب ادخن ايه او فيها ايه دخن طب لو انا فعلته مع وفرة من الأكسوجين هيحصل احتراق تام هيديني ثاني أكسيد كربون زائد بخار مية زائد درجة حرارة تصل إلى 3000 درجة سلزية 3000 درجة سلزية ده درجة جميرة جدا عشان كده اللهب ده بيستخدم في قطع والحاب المعادل عايزين نهزن المعادلة انا اسف هنا يبقى هنا كده اربعة وهنا كمان ايه اتنين يبقى كده المعادلة بتاعت الموزون درجة الحرارة العالية دي 3000 درجة مئوية بيستخدم في قطع ولحام المعادل وده بيستخدمه تحت مسمى اسمه لهب اكسي اسيتلين لهب اكسي اسيتلين هو ممكن يجيه لسهال في الامتحان يقول لي مثلا من اسيتات السوديوم ما يقوليش بقى كيف تحصل على من اسيتات السوديوم كيف تحصل على غاز يستخدم عند احتراقه في قطع والحامل معادل يعني ما يجب ليش السؤال بتاعه مباشر على طول تمام فلازم الطالب يدرب نفسه ان السؤال ما بيجيش مباشر بعد كده هنتكلم يا شباب على التفاعلات الاضافة للأستلين التفاعلات الاضافة اللي عندنا في الأستلين هدرجة يبقى بضيف هيدروجين هل جنة بضيف كلور ولا بروم الاتنين عادي بس احنا عندنا اضافة مية البروم اللي لونها احمر اللي هي زائبة في رابع كلوريد الكربون يبقى هنعمل هدرجة هنعمل هل جنة في وجود مية البروم هنعمل كمان تفاعل تاني مهم جدا جدا اللي هو هيدرها حفزية للأستلين والنتج اللي هيطلع نشوف له الأكسادة والاختزال بتاعه ثم برضو فيه تفاعل اضافة هاليد الهيدروجين لو اتش بي ار او اتش سي ال او اتش اي ونتعرف مع بعض تعالى تطبيق قاعدة ماركي نيكوف في تفاعلات الاسدين طب ننتب كلامنا بقى ونبدأ بالهدرجة انا يجي لي سؤال في الجزء ده يقول لي علي اللي ما يأتي الألكينات تتفاعل بالاضافة على مرحلة واحدة بينما الألكينات تتفاعل بالاضافة على مرحلتين لان الألكين عنده رابطة باي واحدة بس سهلة الكست بينما الألكين عنده رابطتين باي سهلة الكست فانا لما يجي ابص على تفاعلات الهدرجة هيدين ايه الكين ثم الكات كل حاجة تتم على ايه على مرحلتين هاخد اول حاجة ادي غاز الايصاين واشتغلها بالصيغة البنائية عشان بس الطالب يعرف انه كلام سهل جدا كلام بسيط يعني مش ده يعني المنهج اللي يضلعك يعني عندي هنا ADH وهنا C وربطة سلاسية C وهنا هيدروجين هفعله مع غاز الهيدروجين في وجود البلاتين كعام الحفاظ طب ينفع استخدم نيكل اه ينفع نستخدم نيكل هيديني ايه ADH وهنا C وربطة سنية C وهنا H والربطة التالتة دي تتكسر هنا يخش هيدروجين وهنا يخش هيدروجين الغاز اللي طولي عدا بنسميه غاز الاسين هيكمل تفاعل مع الهيدروجين برضو في وجود البلاتين او النيكل هيديني ايه ADH وهنا C وهنا C هيدروجين الربطتين دول تكسروا في الخطوة الاولانية الربطة التانية هتتكسر بالشكل ده هنا هيخش هيدروجين وهنا يخش هيدروجين ده بينسميه غاز الايسان وده بينسميه غاز الايسين وده بينسميه غاز الايساين ده الكان ده الكين ده الكاين يبقى لما يكون عندي الكاين اعمل له هدرجة يديني الكين اعمل له هدرجة يديني ايه الكان ده تفاعل الهدرجة ده تفاعل الايه الهدرجة العدرجة شروطه ايه السن ان انا باستخدم البلاتين كعامل حفاز واستخد اول نيكل المجزة بس اقول بلاتين ولا مصحوق بلاتين كل مجزة طبعا المجزة يبقى انا كده ده كان بقى الباب التالت والباب الاول معايا يعني المجزة يعني فيه مساحة كبيرة فده بيزود سرعة التفاعل لزيادة فرص التصادم وتقليل طاقة التنشيط فدي عوامل ايه حفازة يعني لو عملنا هدرجة الايسين ستنين ايش اربعة دي فكرة عمل المسلة الصناعي على اللي ما يأتي استخدم النيكل المجزة فيها ايه ابو اسناء هدرجة الايسين ليه باستخدم نيكل المجزة فيها درجة الايساين الاجابة طبعا سهلة للمجزة فبتزود المساحة تزيد فرص التصادم تزيد التركيز تقلل طاقة التنشيط تزود سرعة الايه التفاعل لان النيكل عنصر من العناصر الانتقالية اللي تعتبر عامل حفاز قوي نتيجة خروج الكترونات اس ودي الحاجة التانية اللي هي الايه الهالجنة احنا ممكن نعمل هالجنة بالكلور وممكن نعمل هالجنة بالبروم ولكن عندي مشكلة ان الكولور التفاعل بتاعه ببقى شديد شوية وقد يصحبه انفجار فعشان كده باستخدم البروم الزائب في رابع كولوريد الكربون واللون بتاعه برتقالي محمر او احمر يبقى انا هستخدم مين بروم زائب في رابع كولوريد الكربون واللون بتاعه احمر همرر غاز الايصاين على محلول البروم المعاصفات دي هلاقي لون البروم يزول زوال لون البروم ده يعتبر دليل على ان غاز الايصاين مركب غير مشبه فيجيه لسؤال في الامتحان علل لما يأتي لا يستخدم البروم الزائب في رابع كولوريد الكربون للتمييز بين الالكين والالكاين لان في الحالتين بيكسر الرابطة pai سواء الكين عنده رابطة واحدة او القاين عنده اثنين pai بتتكسر الرابطة pai بيختف اللون في الحالتين يعني إيسين إيسيلين ستنين إتشاربعة إيصاين أسيتيلين ستنين إتش اثنين ماقدرش اميز ما بيني اثنين فقم ببتين مختلفتين بمية البروم لان في الحالتين يزول اللون طيب المركبات اللي هتطلع هاوزين نسميها بالايوباك لما اعمل عملتها الجنة في وجود بروم دايب في رابع كلوريد الكربون طيب ادي عندي غاز الاي صايم هفعله مع محلول البروم في رابع كلوريد الكربون هيديني مركب المركب ده ممكن اسمينه كده واحد اتنين سنائي برومو اي سين جميل واحد اتنين سنائي برومو ايه اي سين ولكن التفاعل عشان لسه فيه ربطة مزدوجة التفاعل بيتم او بيكمل معايا زائد ال بي ار تو برضو في وجود رابع كلوريد الكربون هيديني مركب في غاية الاهمية سي وهنا سي هيدروجين وهنا بروم وهنا بروم وهنا الربطة تكسر يخش هنا بروم وهنا بروم المركب ده اسمه ايه اسمه واحد واحد اتنين اتنين رباعي برومو اي سام مركب ده اسمه ايه واحد واحد اتنين اتنين رباعي برومو اي سام ممكن اقول عليه على طول رباعي برومو اي سام كيف نحصل على واحد واحد اتنين اتنين رباعي برومو اي سام من كاربيت كالسيال ها هبدأ بكاربيت كالسيال فانقيت مية بردة اداني اسيتلين اخد الاسيتلين مع مية البروم اللي دايبة فيه رابع كوليد الكربون هتتم الهالجنة على مرحلتين لكسر ربطتين باي شو بقى تفاعل من التفاعلات المهمة وهنرجط المركب اللي هيطلع ده بحاجة قديمة معنا اللي هو إضافة HBR إلى أستيلين نتعرف على قاعدة ماركينيكوف هتطبق إزاي في التفاعل ده أستيلين عنده اتنين باي حط HBR هيبتلي يكسر ربطة باي H هتتاجه لزرة والبرومي تتاجه لزرة يبقى ده برومو إيسين طب ما تحط HBR تاني في الحالة دي هبتدى تطبق قاعدة ماركينيكوف بحيث ان زرة الهيدروجين تتاجه للكربون التي تحمل عدد زرات هيدروجين أكتر والبروم تتاجه إلى زرة الكربون التي تحمل عدد زرات كربون أقل طبعا هيبال أكتر لما نشوف الكلام ده على الورق طبعا اتفاضل بي قادي عندي غاز الإيصاين هفعله مع الHBR أنا عندي غاز الإيصاين ده مركب غير مشبع متماثل يعني ايه متماثل يعني زراتي الكربون اللي بينهم الربطة السلاسية بيحتوي على عدد متساوي من زرات الهيدروجين هفعله مع الHBR النحيتين زي بعض البروم هتخش على زرة كربون والهيدروجين على بروم تاني المجموعة دي أو المركب ده بنسميه بروميد فينايل بروميد فينايل ايه الفينايل ده كمان ده شق غاز الإيصين لو خدت منه زرات هيدروجين يديني الفينايل اللي هو وسيئة ممكن نقول عليه CH2CH الله يفتح عليك بروميد فينايل الفيف ايه تلت نقط فينايل تمام ماشي كده او واحب برومو إيسين الاسم التجاري ده اللي هتطبق عليه قاعدة ماركينيكوف لو انا بسيت على المركب ده هلاقي ان هو الكين غير متماسك ليه لان زراتي الكربون اللي بينهم الربطة المزدوجة بيحتوي على عدد غير متساوي من زرات الهيدروجين دي زرات كربونة غير مشبعة معاها هيدروجينتين هنا هيدروجين واحد يبقى على طول انا في الخطوة التانية اطبق قاعدة مين قاعدة ماركينيكوف يبقى انا عندها يبقى الوضع ايه ادي اتش وهنا سي وهنا سي وهنا اتش وهنا بروم وهنا هيدروجين الربطة بقاعدة تانية هتكسر الهيدروجين هيخش على زرات الكربون الغير مشبعة وتحمل عدد اكبر من زرات الهيدروجين طب والبروم هيخش على زرات الكربون الفقيرة بالهيدروجين المركب الناتج ده في غاية الاهمية التسمية بتاعته حسب نظام الايوباك واحد واحد سنائي برومو اي سام وده دايما بيقى في الامتحان طب نجمع صيغة الجزائية الثامن زي ما هو كده على الشاشة كده الصيغة الجزائية عند زراتين كربون ستين اتش كامل نيجي عند الهيدروجين اتش فور ايوة وبعد كده بي ار تو طب ما احنا خدنا المركب ده في الحلقة اللي فاتت اللي هو نتج من اضافة مية البروم للايسين بس مش اسمه كده مش هيكون اسمه واحد واحد سنائي برومو ايسين كريب اسمه واحد اتنين تمام لان مش هنطبق في الحالة التانية قاعدة ماركينيكوف هيبقى زرات بروم مع زرات كربون وزرات البروم التانية في الجهة الاخرى مع زرات الايك يعتبروا ايزو ماريزم يبقى ده ايزو ماريزم يبقى لما اخد اسلين واضيف عليه مية بروم هيديني مركب ستنين اتش اربعة بي ار تو انا معاكم ده ما ينفعش اسميه كده لازم اكتبه صيغة بنائية واكتبه بيه الاسم بالايوباك لكن لو خدت اتش بي ار مع الاسيتلين تمت الاضافة على مرحلتين وطلعنا نفس المركب في الاخر كصيغة جزيئية ولكن يختلف في خواصه الكيميائية في خواصه الفيزيائية في اشكاله البنائية ودي يعتبر ايزو ماريزم تمام الله افتعالي طيب نجد اهم نقطة بقى رقم اربعة اللي هي الايه الهايدارة الحفزية الهايدارة الحفزية لغاز الايصايا مهمة جدا جدا بالجزء له ليه لان هو بص بيربط كام موضوع مع بعض الجزء بتاع الهايدارة الحفزية الديهيدات مع احمد كاربوكسيلية مع كحولات مع الكام مع الكيم كل ده ممكن في المعادلة اللي هي تربط اه يعني الطالب لما هيجي نخش شوية في الكيمياء العضوية هيحس باهمية المعادلة دي اتفضل لانا عندي غاز الايصاين هنكتبها الاول بطريقة مبسطة بالروابط تكافؤية وبعد كده نكتبها بصيغة مجمعة ان شاء الله انا عندي هنا ادي غاز الايصاين اتش وهنا سي رابطة ثلاثية سي هيدروجين ده غاز ايصاين ايصاين اللي هو الاستيلين هفعله مع مين مع الميا اتش تو او ده كده مش هدوب في الميا تمام الميا مش هدوب في الميا الميا مش هدوب تكسر رابطة باي تمام هنحط مين بقى حمد كابريتيك اه مخفف ولا مركز هنا تركيزه 40% يبقى ده مخفف مخفف واسخن لغاز 60 درجة في وجود كابريتات الزئبك تمام اللي هي بتساعد في كسر رابط باي زي حمد الكابريتيك اللي عندي يعني الاضافة عندي هنا نحطينا مين اتش تو ايص او فور اتش تو ايص او فور 40% كابريتات زئبك اسخل لستين درجة سلزين اه نشم ريحة ايه جميلة كله يطلع عندنا الاسيتال ضعاية هيدين المركب ده الاول اتش وهنا سي رابطة ثونائية سي اه وهنا هيدروجين المركب الوسطي وهنا هيدروكسيد وهنا هيدروجين هيدروجين ده المركب ده مركب وسطي كحول بنسميه كحول الفينايل هنجمع في ورقة بعد دي مركبات الفينايل اللي عندنا تابعا ان شاء الله ده كحول الفينايل كحول الفينايل ده مركب غير ثابت مركب غير ثابت ليه لان التنافرات بين الروابط بتاعتها بتبع عالية شوية جدا طب يحصل الله اعادة ترتيب اعادة ترتيب انا حسب برضو ماركونيكوف اه والربطة المزدوجة ده هتطلع ايه هتطلع فوق يجديني مركب في غاية الاهمية المركب الناتج ده احنا بنسميه اسيتالضهايد الرمز بتاعه c وهنا هيدروجين اتنين ثلاثة وهنا c والربطة فوق بقت مزدوجة وهنا ايه الاسيتالضهايد المركب ده اسمه ايه اسيتالضهايد الـ اي ثانال ولي اسمه تاني اي ثانال المجموعة الوظيفية عنده اي بس مجموعة الالدهيد اللي هو موجودة جوه الايه جوه الدائرة تسمى فورمايل مجموعة الفورمايل او مجموعة الالدهيد طيب انا عندي الاسيتالدهيد ده انا ممكن اكتبه بالشكل ده CH3CHO دي معادلة تفصيلية طب لو انا بستخدمها في التحويلات يعني لو واحد جي قال لي مثلا انا عايزك من كاربيد الكالسيوم تجيب لي مثلا اسيتالدهيد او تجيب لي حمد اسيتك او اي حاجة لا انا مش اشتغلها كده ولكن الاسهل ان انا اشتغلها بس وانا عارف خطوات التجربة ازاي او خطوات المعادلة ازاي وبرضو حتة كحول فينايل ده الكحول الوحيد اللي عندنا غير مشابع غير مشابع ووحادي الهيدروكسيل اه تمام عنده ربطتين منهم واحدة باي ومعانا مجموعة هيدروكسيل وده مركب غير ثابت ما بيطلعش عندنا ده في ميكانيزم التفاعل خطوات التفاعل اللي موجودة عندنا لكن الكحول ده اساسا غير ثابت يتحول الى اسيتالدهايد والاسيتالدهايد ده مركب مهم في الصناع بنصنع منه كحولات ونصنع بينه احماض اكسيدو هات منه حمد اختازلو هات منه كحول واشتغل بقى وطلع من الاحماض والايه والكحولات يعني كده يعني معادلة في غاية الاهمية ان انا عندي غازل ايصاين هيضارة حفزية في وجود حمد كابريتيك تركيز اربعين في المية كابريتات زئبق المعدلة بسخانة لحد ستين درجة بيديني كحول او مركب وسطي لشانا كتابه واقف المعدلة اللي يتوبة دلوقتي بيحصل له اعادة ترتيب فبيديني الاسيتالدهايد اللي احنا بنسميه ايسانال معنى الكلام ده ايه ان اي قلدهيد هيقابلني هشوف عدد زرات الكربون وحط له المقطع الف لام صح كده دون زرتين كربون ايسان هحط له الف لام يبقى اسمه ايسانال يبقى المعدلة دي تاني كده يبقى عندي غازل اسيتالين هيضارة حفزية يديني ايه الاسيتالدهايد اللي هو ليه الايسانال ده لو اكسدناه ولو اختزلناه ادي حمد اللي هي الاسانال سي اتش سري سي اتش او لو انا عملتله عملية اكسده بي بيرمنجاناب بوتاسيوم ك ام ان او فور على طول هيديني حمد اسيتك سي اتش سري سي او او اتش وده بنسميه حمد اسيتك وسميه حمد خليك وسميه اي ثان ويك يبقى ليه اسم تاني اسم ايه حسب نظام الايوباك اي ثان ويك ولكن هناخده بتوسع ان شاء الله لما نيجي في الاحماض الكاربوكسيلي نعمل له اختزال يبقى نفس الاسيتالدهايد سي اتش سري وهنا سي اتش او هعمل له اختزال بواسطة الايه الهايدروجين ايه اللي هيحصل بيحصل الات هيدروجينة هتيجي على الهايدروجينة دي والتانية تيجي على الاكسوجينة دي وهيديني كحولي اي سيل اللي هو الرمز بتاعه سي اتش سري سي اتش تو او اتش والمركب ده اسمه ايه اي ثانول ده السلميل جدا يبقى الاي ثانال اعمل له اكسدا يديني اي ثانوي والاي ثانال برضو اعمل له اختزال يديني اي سانول حمض الاسيتك ده لو انا عملت له تعادل مع هيدروكسيس سوديوم يديك استات سوديوم تقطير جاف مع الجير الصودي يديك غاز الميسان ويجرك على الالكانات الكحول الاي سيلي الناتج من الاختزال غاز الاسيتالدهايد الكحول الاي سيلي لو عملت له نزع مية بواسط حمض كابريتيك عند 180 درجة مئوية هيديني غاز الاي سين يدخلنا على طول على غاز الاي سين طب ما انا كطارب ممكن اعمل خريطة لغاز الاي ساين وعن طريق المعدل مهمة جدا الاسيتالدهايد اكسدا واختزال اخش على الالكين والايه والالكان ولكن دايما اقول للطالب كل ما تتفنن وانت بتعمل خرايط تأكد مليون في المية ان اي تحويلة هتجيلك في الكاميرا العضوية تحصلت لها ما تستناش حد يعلمك انت زي تعمل خريطة عملها لوحدك واعمل تحويلتك لوحدك حط يدك على مركب وتفرع منه من كذا كان بتحصل كذا من كذا كان ما تستناش اسئلة اعمل انت اسئلة هتلاقي لو سك عملت اسئلة كتيرة جدا وتمكنت من المادة العلمية بتاعك المركب ده اللي هو الاسيتالين من ضمن المركبات الغير مشبعة تبقى واي مركب غير مشبع شباب ليه صفة مهمة جدا وخاصية هامة جدا اللي انا ممكن اكسر روابط باي وحاول المركب ده مركبات مشبعة العملية دي بعمل ايه بعمل حاجة اسمها بلمرة زي بلمرة الايسيلين لو جينا نتعرف على بلمرة الايسيلين او بلمرة التكوين بوليفونيل كلوريد او تكوين التفلون او التفل برضو تكوين البولي بروبيلين وعاوزين نشوف الامثلة دي يا اسمها ونتعرف عليها لعملية بلمرة اي مركب غير مشبع لها شروط لازم ضغط عالي جدا نقلش عن الف ضغط جوي لازم حرارة عالية عشان احاول المركب غير مشبع للمركب مشبع لازم كمان عامل ايه حفاظ تكسر الروابط سهلة الكاس وحاولها الى مركبات مشبعة للحصول على بوليمرات والبلمرة دي نوعيم بلمرة بالاضافة وبلمرة بالتكاسف بلمرة الاضافة تجميع المونيمرات الصغيرة المتشابهة اما بلمرة بالاضافة تجميع مونيمرات مختلفة غير متشابهة طبعا لتكوين ما يسمى بالبوليمر انا قلت بصفة عامة الحلقة اللي فات ما كفتش فحطة البلمرة دي ما مشتش فاحنا هنتكى عليها بس على اساس ان احنا نقولها نقولها حسن الطالب ما يبقاش حاجة فاسده فاحنا عندنا البلمرة زي ما حدتك قلت فيه بلمرة بالاضافة وفيه عندنا بلمرة بالتكاسف فاحنا هناخد امثلة لبعض البوليمرات زي الايسيلين يعني دايما انا عندي هاخد هنا ده المونيمر بتاعي المونيمر وهنا ده ايه بوليمر طب المونيمر مثلا غاز الايسيل ادي سي وربطة سنائية سي وهنا هيدروجين اتنين تلاتة اربعة ده اسمه ايه غاز الايسيل غاز الايسيل ده انا بعرضه لضغط جوي الف ضغط جوي ودرجة حرارة عالية في وجود اكاسات فوقها الرابط باقي دي لما بتكسر بتديني الكترونات حرة الكترونات الحرة بتعمل ايه يربط الجزي ده بالجزي اللي جاب بيه واللي جاب بيه باللي جاب بيه ويديني مركب عملاق اسمه بولي ايسيل طبعا انا مش هكتب المركب كله ولكن بنكتبها بصيغة بسيغة بسيطة جدا هيبقى شكلها كالاتي ادي السي وهنا سي وهنا هيدروجين اتنين تلاتة اربعة وهنا فيه عندي الكترون حر الكترون حر الالكترون الحر دي هي بقى اللي بتربط للمونيمرات دي بقى ايه مع بعضها وعشان اخليها بوليمر بقفل انا ننقص بتاعي واكتب هنا ان طب المركب ده اسمه ايه بولي ايسين بي والجاعة بولي ايسين بولي ايسين ده بنستخدم الرقائق الحاجات اللي احنا بنلف بيها في المحلات الجبن والحاجات دي والشونات والكياس البلاستيق والازاز البلاستيق والزجاجات الخفيفة والخراطيم الخفيفة جدا مش التقيلة اللي هي ايه زاد كسافة عالية ده بولي ايسين فيه بولي بروبيلين بولي بروبيلين اللي هو عديد بولي بروبيل لما يكون عندي البربيل ده مونيمر اين ربطة صنائية صنائي يبقى جزء صغير يبقى غير مشبع يبقى مونيمر اقدر اكسر الروابط اعمل منه البوليمر البوليمر جزء كبير مونيمر حاجة رقيقة بوليمر الايه الكبير بتاعهم ده نستخدم بولي بروبيل عندنا فيه بعض الاستخدامات لصناعة المفارش وصناعة السجات وصناعة المعلبات ايضا فيه بولي ايه فيماي الكولوريد ده بييجي من كولوريد الفاينيل نتعرف الاول على البوليمر الخاص بالبروبيل وفي منها الصلب والقوي ده بيستخدم بنعمل بها ايه ده خراطيم المية بنعمل بنها جراكن بنعمل بنها حاجات المفارش ده اللي هو البولي بروبيل المفارش الحصائر بتاعت الجوامع مفارش والسجاد وبعض المعلبات تمام الجراكن دي بنعملها من البولي والكلوريد تمام اللي هو الاكبر اللي هو اتقل شوية تمام اللي بتزيد الكسافة بتاعته في وجود زرات الكولور او زرات الكولور طيب انا عندي عايز اكتب برضو اللي هو البيه كولوريد الفاينايل فضل انا عندي سي كولوريد الفاينايل سي وهنا ربط سولية سي وهنا هيدروجين اتنين تلاتة والرابع بتاعته ده كولور ده مونيمر ده مونيمر ده يسمو ايه كولوريد فينايل ده يسمو ايه كولوريد في نايل الصيغة الاولية. هيبقى سي. وهنا سي. هيدروجين اتنين تلاتة. وهنا كولور. ده مع الكترونات حرة عشان يربط الجزيئات مع بعضها. وهنا ان. ده المركب ده اسمه ايه? بولي فيمايل كولوريد. بي في سي. بي في سي. بولي فيمايل كولوريد. ده بقى ده بلاستيك شديد شوية. فطر. ده اللي بنعمل منه مواسير المية فيه طالب ما يكيد بيكون لاحظ حاجة زي كده. مواسير مية لونها اخضر. وفي عندي مواسير بتاع اه الشبكة صرف الصحي. مواسير صرف الصحي. اه. مواسير الراي. ايه بتحمل اه. واخطية الاسلاك الكهربية. تمام. البوليمر بتاعها. والجراكن والارضيات. والاحزية. والاحزية. نعم للاحزية من بولي فيمايل كولوريد. ممكن نسألك في المتحان ما المقصود ببي في سي. بي في سي يعني بولي فيمايل كولوريد. بوليمر متصلب قوي صلب. اما بي بي بولي بروبين في منه اللين وفيه صلب. بي اي بولي اسيلين اللي هو الرقائق. تعالوا نشوف ونتعرف على التفلون اللي هو رباعي فلورو كربون المونيمر الخاص به لما يتحول الى بوليمر عديد رباعي. عديد فلورو ايسين او بولي فلورو ايسين اللي هو التفلون اللي عازل للكهربا. اللي بتحمل الحرارة. اللي خامل كيميائيا اللي بنصنع منه طبطين لقواني الطهن اللي احنا بنويع للتيفال. ايضا بيستخدم في صناعة الخيوط الجراحية. لانه خامل كيميائيا لا يتفاعل مع انسجة الجسم. ده بالنسبة لي رباعي فلورو ايسين. ده لما بعمله بالمرة المونيمر بتحول الى بوليمر. البوليمر بتاع اسمه عديد رباعي فلورو ايسين. وفي اللغة التجارية اسمه التفلون. وده اللي بنغطي بيها الاواني تحت مسمة تيفال. ده لا يلتصق خامل كيميائيا. بيتحمل درجات الحرارة العالية عازل للكهرباء. وبيستخدم ايضا في خيوط العمليات الجراحية. اوقات بقى استاذ رمضان يقول للطالب ايه. يدي له بوليمر ويقول له هتل المونيمر بتاعه. او العكس. او العكس. اكتب تلات وحدات متكررة. او اكتب تلات وحدات متكررة. فالطالب لما يجيله سالة ده ما يتخضش. انا لما واحد يجي يديني بوليمر ويقول له هتل المونيمر بتاعه. اول خطوة بعمل ايه. بشيل الان. وشيل القوسين. ورجع الرابط المزدوجة ما كان. ما مش حاجة. اعم. بشيل الان. وبشيل القوسين. ورجع الرابط المزدوجة ما كان. في سؤال مهم او السامي. افضل. جيه في المتحان كزا مرة. يقول لنا في المتحان وعافظين نكتب السؤال ده برضو. والطالبة تسمعه وتحاول تفهمه كويس. اكتب التلات وحدات المتكررة لمركب واحد اتنين سنائي كلورو اسين. يعني داني الاسم. وعاوز تلات وحدات متكررة. عاوز بوليمر يتكون من تلات وحدات من واحد اتنين سنائي كلورو اسين. ده يعتبر مونيمر. عاوز منه البوليمر الخاص بتاعه. تلات وحدات متكررة. تلاتة بس. تلات وحدات متكررة. تفضل. دي بنعملها ازاي. انا بنقل المركب بدون الرابطة باي. يعني بالشكل ده. اه دي هنا سي. وهنا سي. وهنا هيدروجين. اتنين. طبعا نكتب المركب الاول. اه على كتبت المركب الاول. ايوان نوضعه للطالب. ماشي كده. كويس. اكتب تلات وحدات جنب بعض بدون معمل رابطة سنائية. اه. يبقى دي كده واحدة. وادي كده التانية. سي. وهنا سي. هيدروجين. اتنين. وهنا كلور وهنا كلور. واحدة تانية كمان سي. وهنا سي. هيدروجين. اتنين. وهنا كلور وهنا كلور. تعال ابقى بص معايا كده. ايب طالب. انت ده كم معايا الكترون حر والكترون حر. وده معايا الكترون حر. الكترون حر. كل ظر معايا الكترون حر. الالكترون الحر دي تعمل رابطة ساهمية احدية. وده هنا يعمل رابطة ساهمية احدية. وهكذا. ده كده عبارة عن تلات وحدات متكررة. عبارة عن ايه? تلات وحدات متكررة. طيب. طيب. اه يعني بعد عملية البلمرة الخاصة بنا دي البلمرة المركبات الغير مشبعة اللي موجودة معنا واي مركب غير مشبع هناخد فاصل بسيط ونرجع لكم تاني ان شاء الله ونكمل نهاردة حلقة داسمة ونخش على البنزين العتري اهلا بكم عدنا كده ان شاء الله تاني في الحلقة المهمة النهاردة ودخلنا على الهايدروكاربونات الحلقية طبعا الشباب اللي بتذاكر كويس وعرفة جزء الهايدروكاربونات الحلقية بينقسم الى قسمين هيدروكاربونات حلقية اليفاتية مشبعة وهيدروكاربونات حلقية الروماتية طبعا دي غير مشبعة هنبدأ مع بعض بالهايدروكاربون الالفاتي الحلقي اللي هو مشبع اللي بتنطبق عليه قاعدة CMH2M هيدروكاربون حلقي اليفاتي مشبع اللي هو CMH2M الله ده العام زي الالكين اه ده بالقانون الجزائي بتاعه زيه زي الالكين يبقى هيفرق في كلمة واحدة مشبعة وغير مشبعة لو مشبعة يبقى الكان حلقي لو غير مشبعة يبقى الكين زي سلسلة مستقيمة من او متفرعة نشوف كده بقى المرتبات اللي عندي الالكانات الحلقية اللي هي الصيغة العامة بتاعتها CNH2N زي الالكين عشان كده لما الطالب ايدي له صيغة لو قلت له مثلا C3 C3H6 تمام ما يشتعجلش يقول لي ده بروبيد لانه ممكن يكون بروبيد حلقي يبقى حضرينك كويس انت قلت لنا C3 يبقى اقل عدد زرات ممكن يعمل حلقة من زرات الكربون تنات اقل عدد زرات لكن اتنين ما ينفعش يعني 6-2-4 تنطبق عليه القاعدة بس ده الكين ما ينفعش يعتبر الكان حلقي يبقى الالكان الحلقي هيدلو كربون حلقي مشبع الفاتي يبدأ بتلت زرات ايه كربون نشوف بقى المركبات ونشوف تسميتها ونشوف الصيغة البنائية ده كده عبارة عن صيغة بنائية لمركب في غاية الاهمية اسمه البروبان الحلقي ووقت بندلعه بنسميه سايكلو بروبان سايكلو ما ده تسميته ايوباك اه ماشي كده تمام وممكن استخدم رسمة المسلس بالشكل ده انه ارسبه بالشكل ده ده سيغة جزئية سي تلاتة اتش ست سي تلاتة اه سي تلاتة اتش ست كويس وفيه عندي البيوتان الحلقي قبل ما نمشي الزوايا عنده كام احنا هنقول الزوايا مع بعض طب تفض يبقى انا عندي هنا السي اتش تو وهنا سي اتش تو وهنا سي اتش تو وهنا سي اتش تو حلو جيد وممكن استخدم شكل ايه شكل المربع مربع او مستطيل المركبين دول الزوايا اللي بينهم هنا الزاوية ستين درجة وهنا الزاوية تسعين درجة اقل من المية وتسعة ونص احنا عندنا الالكانات الزوايا بين الروابط او القرب تلاتة المهجنة عشان نمو مركبات مهجنة الزوايا كبيرة بقى مية وتسعة ونص الزاوية الكبيرة دايما بتدي براحل القرب تلاتة انها تعمل اقصى تداخل فبتديني روابط سجمة قوية صعبة الكسر طب لما الزاوية بتاعت تبقى زاوية حادة ستين درجة التداخل بين القرب بتاعتب تبقى ضعيفة وبالتالي الروابط بتبقى ضعيفة وبالتالي المركب بيبقى ناشط وغير مستقيم سهلت الكسر الروابط لان الزاوية فيه ستين وخصوصا البروبان الحلقي اللي بيعمل مع مخلوط منه مع الهوى مادة شديدة الانفجار اللي هو البروبان الحلقي او اسمه بالايوباك سايكلو بروبان الزاوية فيه ستين ده سي تلاتة اتش ستة يحتوي تلات مجموعات من الميسين سي اتش تو سي اتش تو سي اتش تو الاقل منه في النشاط شوية اللي هو البيوتان الحلقي سي اربعة اتش تمانية برضو نشط نشط اقل منه نشاط لكن مش من نفس درجة نشاط البروبان البيوتان الحلقي مركب نرشد كيميائيا مع ان كل روابط سيجمة ولكن التداخل بين الاوربيتالات بيكون ضعيف مش قوي لان الزاوية فيه تؤدي الى زاوية قايمة اللي هي زاوية ايه تسعين فالتداخل لما السؤال يجي لي يقول لي علل اللي ما يأتي ليه البروبان الحلقي والبيوتان بيعتبر مركبات نشطة كيميائيا هقول لي ان الزاوية بين الروابط اقل من المية وتسعة ونص هنا ستين والبيوتان تسعين تؤدي الى تداخل تداخل ضعيف بين الاوربيتالات يبقى عندي ربطة ضعيفة سهلة الكسر بل مركب نشطة كيميائيا حلو فاضل بقى الهايدروكربونات الحلقية المشبعة طمع دي مشبعة بس الاكثر استقرار تمام اللي هي بيكون فيها خمس زرات كربون او ست زرات كربون ليه بقى بنتان او بيوتان او هكسين تفاضل يقترب الزاوية من المية وكام من المية وتسعة يعني مثلا البنتان الحلقي ممكن اكتبه كده CH2 وهنا CH2 وهنا CH2 وهنا CH2 وهنا CH2 بالشكل ده ده اسمه ايه بنتان حلقي هو شكل خماسي بس الزاوية تحت هتقرب من بعض شوية مش هتبقى في مستقيمة اي ولا هيفتعنيك بعملها بالشكل ده ده اسمه بنتان حلقي بنتان حلقي كويس البنتان الحلقي الزاوية فيه بتقترب من المية وتسعة ونص الاقتراض ده او الانفراجة في الزاوية ده بيؤدي الى تداخل قوي بين الأوربتالات عند تكوين الروابط سجما فالمركب بيبقى ثابت كميائيا فالمركب بيبقى مستقره ايه ثابت نفس اللي حاصل مع البنتان الحلقي حاصل مع مين مع الهكسان الحلقي اللي هو المركب ده بيكتب بالشكل ده CH2 وهنا CH2 CH2 وهنا CH2 وهنا CH2 وهنا CH2 بالشكل ده ده يسموه البنتان الحلقي ده هكسان حلقي هكسان حلقي بس تعيد عنه بالشكل ده برضو هنا الزاوية عندي بتقترب من المية وتسعة وتزيد كمان فالزاوية المنفرجة دي بيدي استقرار للمركب يبقى المركباتي سابتا تفضل ليه البروبان الحلقي والبيوتان الحلقي مش مستقرين وليه البنتان الحلقي والهكسان الحلقي مستقرين يبقى على طول اربط بالزاوية زاوية صغيرة تداخل ضعيف رابطة ضعيفة سالة الكسر مركب نشط زاوية كبيرة تداخل قوي بين القرب ثلاث رابطة قوية يبقى المركب ليه مستقر ده بالنسبة لي الالكانات الحلقية اللي هأكد على تاني القانون الجزائي بتاعها يشبه الالكان خيس بعد ما خلصنا كده خلصة الهايدروكربونات الحلقية المشبعة الالفاتية هنبدأ بالهايدروكربونات بقى والمعادلات الكيميائية الجميلة بتاعت البنزين العطري في الهايدروكربونات الحلقية الاروماتية مركبات دي تبقى نشطة جدا جدا تحتوي على رابط باي يبدأ النشاط بتاعها يدخلها بتفاعلات اضافة كتيرة جدا واول مركب فيهم البنزين العطري وعاوزين نتعرف على مجموعة الفينايل وكمان على النفساليم اللي هو حلقتين بنزيم سنائي الفينايل انسراسيم ايه ده كل دي مركبات سي ستة اتش ستة بنزين عطري سي عاشرة اتش تمانية نفساليم بنزين العطري مركب اروماتي بيحتوي على مجموعة ارايل سي ستة اتش خمسة المجموعة اللي اسمها فينايل طبعا لما بيبان بالرسم يكون افضل من الكلام النظر اللي بنقوله تعالوا نشوف كده ونتعرف على البنزين العطري ونتعرف على تلكبته الداخلية كلها الهايدرو كربونادي عبارة عن مركبات حلقية غير مشبعة في منها اللي بيكون من حلقة زي البنزين العطري فيه اللي بيكون من حلقتين زي النفتلين فيه اللي بيكون من ثلاث حلقات زي الانسراسيم وفيه اكتر من كده كمان تمام طبعا البنزين العطري الصيغة الجزائية بتاعته هتبقى بالشكل او الصيغة البنائية حلق البنزين وبحط هنا هعملها بالقلم الأحمر بس عشان الطالب ياخد باله هنا خط أحمر يعني ده رابطة باي وهنا رابطة باي وهنا رابطة باي بالتبادل مع الرابطة الأحمر ده بنسميه البنزين العطري طب عندي النفتلين النفتلين عبارة عن حلقتين بنزين بالشكل ده طيب الرواض بتاعته باي هتبقى عاملة ازاي ادي هنا رابطة باي وهنا رابطة باي وهنا رابطة باي وهنا رابطة باي وهنا رابطة باي بالتبادل طبعا بالتبادل طبعا يعني عنده خمسة باي خمس رابط باي طبعا حلقتين في حلقة منهم تلاتة باي والحلقة التانية تنين عشان في رابطة باي مشتركة في النص طبعا عشان استقرار المراكمة والانص راسين نفس الكلام بس ايه عندي تلات حلقات جنب بعض ودي الحلقة لإيه الحلقة التالية طبعا إحنا الحلقات دي إحنا ممكن نستعيد عنها بديرة تمام تبادل الروابط آه يعني بدلا ما أعمل مثلا روابط باللون الأحمر زي ما أنا عامل ممكن أعمل هنا ديرة وأعمل هنا ديرة وأعمل هنا إيه ديرة ده دليل على الرنين الإلكتروني بتبادل الروابط الأحدية والروابط الإيه السونعي معنى كده إن الروابط المزدوجة غير متمركزة ولكنها في حالة إيه رنين مستقرة ده اللي خلى فترة كبيرة جدا من الوقت العلماء يدرسوا إزاي البنزين العطري شكلوا البناء كده السوداسي وجابوا إزاي الصيغة البنائية طبعا قعدوا فترة طويلة جدا للدراسة بسبب الرنين الإلكتروني يد السربتة سونعية لإيه أحدية بعد فترة سونعية أحدى تبادل بالروابط السونعية مع الأحدية تبادل بين باي وإيه من المركبات اللي حير العلماء فترة طويلة ليه لإنه لأنه هو مركب غير مشبع يتفاعل بالإضافة ولا يتفاعل بالاستبدال إلى الإحلال ولما يجي يقيسوا الروابط بين زرات الكربون اللي هو أنها وسط بين الروابط الأحدية والروابط السونعية طب مين اللي شاء للحيرة دي عالم اسمه هو اللي قال أن البنزين عبارة عن حلقة سوداسية الشكل تحتل زرات الكربون أركانها وتوجب بين زرات الكربون بالتبادل روابط أحدية وسونعية الشكل السوداسي المنتظم ده هو اللي بيدي للبنزين الاستقرار في التفاعلات بيخليه يصدق سلوك المركبات المشبعة ولكن أنا عارف أنك أنت بتحب تفصص التلات مركبات دول حبيبي طيب ما تيجي نرسم في ورقة كده البنزين العطري جنبيه الهكسان الحلقي طبعا البنزين العطري C6 H6 الهكسان الحلقي C6 H12 ونقارن ما باللتنين من ناحية رابط سيجما من ناحية رابط باي من ناحية تشبع وغير تشبع من ناحية مجموعات الميسين اللي هي الميسيلين اللي هي CH2 بنزين العطري 3 باي هكسان الحلقي ما فيش باي بنزين العطري عنده كم سيجما كم سيجما بين إيه وإيه كربون وكربون ولا كربون وهيدروجين ولا المركب كله لو البنزين العطري كله عنده 12 سيجما بين كربون وكربون 6 بين كربون وهيدروجين 6 يبقى مركب أكيد هيبن قدامنا في الهرس 12 رابط السيجما 12 سيجما ده بنزين عطر ده البنزين عطر والهكسان 18 وعندي 3 رابطة باي ده البنزين عطر كويس طيب بالنسبة لي الهكسان 18 سجد 6 بين زرات الكربون وكل زر هيدروجين 12 إذا كده تكام 18 هل عندي 18 رابطة سجد كويس رابطة باي مفيش مفيش طيب مجموعة الميسيلين مجموعة الميسيلين موجود في الهكسان الحلقي 6 مجموعة ميسيلين لوسيقى شتوف في طرف كل حلقة في الركن في الركن بتاعها لكن البنزين العطري كان ميسيلين مفيش خالص مفيش خالص حلو برضو الطالب ياخد باله من الجزئية دي ويعرفها مركب زي البنزين العطري عنده 3 باي النفسلين عندنا 5 باي أما السنائي في نايل السنائي في نايل اللي يطلع عنده كان باي ده سنائي في نايل 6 و 6 حلو قوي سنائي في نايل لو حبنا نكتب مجموعة في نايل كده C6 اقلش خمسة بصيغة بنائية C6 C6 H5 C6 حلقة بنزين H5 وربطة معايا عشان تقول لك تجد على حالة انفراض اه بتكتبها بالشكل ده حلقة بنزين وتنقص زارة هيدروجين ده كده وزارة هيدروجين ده اسمها في نايل مجموعة في نايل طب ما نعمل السنائي في نايل حلقتين بنزين اربطهم مع بعض يعني تماما اوكي طب هجه هرسمها على جنبي كده ايوة اه ده حلقة بنزين مجموعة في نايل وهذه مجموعة في نايل تالي اه ده يسمى سنائي في نايل ده C12 اه H10 تمام ده عنده كم باي عنده ده هنا 6 باي 6 باي بحيث لتلاتة وتلاتة اه لكن النفسلين الاتصاق الداخلي ده بيؤدي لفاقد زارات كربون وهيدروجين حلقتين اه نفسلين ملتزقين مع بعض اللي هو C10 H8 عنده خمسة باي تمام حلقتين بنزين اتصلوا من الخارج سنائي في نايل في نايل وفي نايل سنائي في نايل عنده 6 باي 6 باي يبقى النفسلين 5 باي لكن سنائي في نايل 6 باي الانصراسين فيها 7 باي الانصراسين 3 حلقات 3 2 2 يبقى 7 باي في عندنا كان زمان مركبات زي البنزو بايرين 5 حلقات وغيره ولو مدلنا الحلقة ما كان الحلقة يتغير السيغة الجزائية بتاعت المركب بس دي مش مجالها معانا دلوقتي يبقى دلوقتي احنا عرفنا ازاي بحس بسيجما وبي في المركب نبدأ بقى في البنزين العطري حضروه ازاي بعد ما شفنا السيغة البنائية بتاعته طيب قابلي بنخش في الحتة بتاعت التحضير انا عندي زي ماء الالكان اشيل منه زرة هيدروجين يديني شق الكايل برضو الهايدروكربون اروماتي زي البنزين لو شلت منه زرة هيدروجين يديني شق اسمه شق الارايل شق الارايل انا مش مقرأ عليها غير شق واحد بس ان البنزين العطري اللي هو السي سيكس اتش سيكس لو شلت منه زرة هيدروجين هيديني سي سيكس اتش فايف وممكن اكتبها بالشكل ده حلقة بنزين سلاسية الشكل اشيل منه زرة هيدروجين هيديني حلقة بنزين دايما نقول للطالب كده افتكيرها كده حلقة بنزين بدرع بدرع ده معناه ايه ان فيه هيدروجين انا اصلا ده اسمه ايه شق في نايل وخلي بالك دي مجموعة ارايل مجموعة ارايل يعني ايه ارايل بقى جاية من كلمة اروماتي بحط له ايه هلامي بقى ايه ارايل ما المقصود بمجموعة الارايل هي مجموعة زرية وحادية التكافؤ لا توجد على حالة انفراد تشتق من المركب الاروماتي المقابل بعد نزع زرة هيدروجين دي مجموعة زرية عضوية اروماتية تكافؤها تكافؤة وحادية لا توجد على حالة ايه انفراد تشتق من المركب الاروماتي زي الالكايل ده تابع الالفاتي مجموعة الالكايل مجموعة زرية وحادية تكافؤة وحادية لا توجد على حالة انفراد تشتق من الالكان المقابل بعد نزع زرة هيدروجين واستبدال المقطع الف نون بالمقطع يه لان طيب ولو عندي سلسلة كربونية مستقيمة والشق الارايل ده فرع بيتحسب على اساس زيه زي الالكايل يعني مثلا عندي مركب زي ده CH3 وهنا CH وهنا CH3 وهنا شق الايه شق الفينايل بالشكل ده لما بنيجي نتكلم في الموضوع ده الطالب اوقات بيغلط غلط شنيع جدا ان هو بيحسب بالستة زرات كربون بتعشق الفينايل في السلسلة الكربونية اقول له لا ده هو كده بقى فرع زيه زي الالكايل C6 H5 مش هتتفكر خالص فانا لو جيت اسمي المركب ده بعد واحد اتنين تلاتة يبقى ده بروبان وعندي على زرات الكربون رقم اتنين مجموعة فينايل يبقى المركب ده اسمه اتنين فينايل بروبان اتنين فينايل بروبان فخلي بالي ان شق طب لو عندي اتنين بقى مجموعتين ادي CH2 CH3 وهنا CH2 وهنا CH2 وهنا CH3 لو انا شلت هيدروجين من هنا وحطيت مجموعة فينايل وشلت هيدروجين من هنا وحطيت مجموعة فينايل هيبقى المركب ده اسمه ايه واحد اتنين تلاتة اربعة يبقى ده بيوتان عندي مجموعتين فينايل يبقى سنائي فينايل واحدة على زرات الكربون رقم اتنين والتاني على زرات الكربون رقم كام تلاتة يبقى انا عندي المركب ده بسميه اتنين تلاتة سنائي فينايل بيوتان والطالب هو بيذاكر ما اطلق بطش بين فينايل وفينايل ده حاجة وده حاجة طالما دخلنا في التسمية كده تعالى نسمي بقى ايه المركبات الاروماتية وعن نتعبك النهاردة كتير في البنزين العطري مركب مهم جدا جدا عندنا حلقة بنزين طلع منه كلور وواحد تاني طلع منه بروم ونشوف التسمية ولو اشتركوا مع بعض نسميمه ازاي ايه باك بقى هو عندي فيه اصلا الدراسة بتاعت البنزين فيه تلات انواع فيه احاد الاحلال وفيه سناء الاحلال وفيه عديد الاحلال يعني مثلا عندي حلقة البنزين بالشكل ده وفيه عندي هنا كلور مثلا كلورو بنزين ببقول عليه احادي كلورو بنزين فيه عندي سناء الاحلال اللي هو ايه بيوجه لقرسه وبارا وبيتا ده اسمه سناء ايه الاحلال هنكلم على ايو باك بس فهنا هاخد مثال قدامي كده عشان يضبط لي نظام الايوباك ايه ده حلقة البنزين وهنا كلور وهنا مجموعة نايترو وهنا برو لما يديني مركب زي ده ويقول لنا عايزك تسميه للمركب ده حسب نظام الايوباك هكتب ابجدي وبعدين ارقم واشوف الاصغر بكتب ابجدي الاول ورقم مع عقارب الساعة ودد عقارب الساعة واشوف الرقم المجموعة الاصغر واخده يبقى انا اول حد اول واحدة يكتب عندي مين البروم يبقى هكتب برومه وبعد البروم الكولور يبقى هكتب كولوره وبعد الكولور نايترو يبقى هنا ايه نايترو وبعد كده ايه بنزين يبقى اول حاجة كتبنا ابجدي يبقى انا خلصت من مشكلة ان انا اسم المركب برقم مع عقارب الساعة ورقم ضد عقارب الساعة واشوف المجموع الاقل لو انا رقمت مع عقارب الساعة يبقى هنا ده رقم واحد وهنا ده رقم اثنين وهنا رقم تلاتة وهنا ده رقم اربعة هيبقى البروم على زارة الكربور رقم اربعة والكلور على زارة الكربور رقم واحد والنيترو على زارة الكربور رقم اثنين دول مجموعهم كام سبعة طب ارقم بالعكس يبقى البروم واحد وهنا ده اثنين 3 4 يبقى اقول 1 برومو وبعد كده الكلور 4 والنيترو 3 3 و 4 7 و 1 يبقى كام 8 يبقى الاولى هي اللي صح يبقى انا عندي الترقيم بتاعي الصح ان انا اقول 4 برومو بعد كده 1 كلورو وبعد كده 2 نيترو بنزين يبقى انا بسمي الاول المركب بتاعي الفروع ارتبها ابجديا وبعد كده ارقم مع عقارب الساعة وارقم ضد عقارب الساعة واجمع في الحالتين والمجموع بتاعه اقل هو اللي بيبشي معايا ده بنسميها التسمية حسب نظام الايوبان طبعا البنزين العطري من ضمن المركبات المهمة في حياتنا من ناحية استخدامها وفرقوا دايما بين بنزين عطري وجازولين الجازولين ده بنزين العربيات العادي جازولين مركب الفاتي اما البنزين العطري مركب اروماتي اللي بيستخدم فيه صناعات كتيرة جدا صناعة مفرقعات صناعة منظفات صناعة ما يسمى بالمطهرات صناعة موزيبات يعني ليه استخدامات كتيرة جدا في حياتنا البنزين العطري عشان احضره اول طريقة سهلة مش محتاجة معادلات من التقطير الاتلافي للفحم الحجري الفحم حجري نسخنه بمعزل عن الهوى في اماكن خاصة بيطلع منه سوائل البنزين سوائل الفحم نفسه اللي هو القطران الفحم هنسخن ونعمل تقطير جاف والتقطير التجزيئي التقطير التجزيئي طبعا ان انا بفصل المركبات حسب درجة غليانها يعني تقطير اتلافي ثم تقطير تجزيئي وعند درجة 80 ل82 يطلع البنزين الايه العطري يبقى دلوقتي طريقة الاولى فحم حجري بالتقطير الاتلافي بيانتو قطران الفحم بالتقطير التجزيئي عند درجة 80 ل82 يطلع بنزين ايه قطران الفحم ده يا استاذ رمضان ده خليط من عدة سوائل ده فيها زيت كفير زيت متوسط زيت اخدر وانسرانسين وغيره فانا افصل الزيوقار افصل الزيود دي كلها او المواد دي كلها عن بعضها ازاي بالتقطير التجزيئي فلما باجي عن درجة غليان او درجة حرارة من 80 ل82 بيتصاعد عندي البخاري البنزين العطري وبقى دراف سل يبقى نعمل قطران الفحم عمله تقطير اتلافي وبعد كده قطران الفحم عمله تقطير تجزيئي طيب ازاي احضره من المشتقات الاليفاتين جميل مشتقات الاليفاتين انا ممكن احضره من الهكسان ممكن احضره من غاز الايصاين وممكن احضره كمان من من الفينول يعني دي كلها مركبات ممكن احضر منها الايه احضر منها البنزين هاخد اول حاجة اللي هو من الهكسان العادي اه نعمل له اعادة تشكيل محفز اعادة تشكيل محفز انا عندي الهكسان العادي الرمض التاعي CH3 بعدين CH2 وCH2 بكتبها كم مرة اربع مرات ممكن ينفع خطها بين قسين والكل اربع يبقى انا ممكن اكتبها بالشكل ده CH2 الكل ايه اربع وهنا CH3 ده هكسان عادي ده بسميه هكسان عادي سلسلة مفتوحة بمرره على او بعمله عملية تسخين شديد في وجود البلاتين كعامل حفز بسخن تسخين شديد في وجود البلاتين كعامل حفز نعمل تشكيل المركب بيتحول من مركب ذات سلسلة كربونية مفتوحة الى مركب ايه مركب حلقية ننزع اربع جزيئات هيدروجين اويد ديني اربع مول من الهيدروجين كويس اولي ده بنزين طالب كده ايه عندي اه كده الدايرة كده يبدأ ايه بنزين لو طالب كتابها كده يبدأ يصل بها هكسام يبقى ما نفعلش يبقى هنا لازم احط ايه الدايرة اللي عندي اللي بتدل على الروابط بواي طب لو انا بدل الهكسام استخدمت ميصايل هكسان تمام يبقى يديني مركب تاني خالص اسم الطلوين او هبتان او هبتان يطلع ايه الطلوين كويس هي عندي زرة كربونة زيادة يبقى هيبقى حلقة بنزين ومعها الـ CH3 بس دي هتبان لما نيجي ندرس الـ ايه الخواص يبقى اول طريقة اعادة تشكيل محفز للهكسان العادي ها هيديني بنزين عطري ويقصعد غاز الهيدروجين ده ياخد الهبتان اللي هو هنكمل الطريقة التانية تحديل البنزين من الاسيتلين اه اللي هو البلمرة السلاسية عشان دول مشتقات بترولية نقدر نطلع منهم البنزين الايه العطري يعني هناخد معانا المركب الخاص بـ C2H2 أسيتلين اجمع تلات جزيئات اسخم في امبوبة نيكل اسخم فيها لدرجة الاحمرار بيتحول الى بنزين عطري يعني تلاتة C2H2 في وجود امبوبة من النيكل مسخن للاحمرار بيدينا C6H6 حولت مركب من المركبات الالفاتية الى مركب من المركبات الاروماتية تعالى بصر السؤال المهم جدا ده فضل السؤال بيقول لي من ابسط هيدرو كربون الفاتي كيف تحصل على ابسط هيدرو كربون اروماتي يعني من الميسان من الميسان ازاي تجيب لي بنزين عطري ابسط مركب اللي فاتي موجود عندي الميسان فيه زالة كربون واحدة تمام حاوز اطلع ابسط مركب اروماتي عندي اللي هو البنزين العطري وده من الاسئلة اللي في غاية الاهمية يعني الطالب هو بيذاكر لازم يتأكده هو بيحل التحويلات ان السؤال ده يقدر ايه يعد عليه فاهم هجيب الدرجة النهائية على طول اول انتحانات الكيمة كده فاهم كويس احنا يعني حتى النظام التعليم اللي هو النظام التابلت ده احنا عايزين نقتل فيه حاجة اسمها الحفظ يعني احنا عندنا مراحل التعلم واسه رمضان معلش هخرج على الموضوع ثواني لان ده فيه مصلحة الناس لان فيه ناس بتهاجم الموضوع ده الموضوع ده مهم جدا وكويس جدا احنا عندنا مراحل التعلم خمسة اللي هو الحفظ وبعد كده فهم تطبيق تحليل ابداع احنا عايزين نبعد عن ده احنا عايزين الطالب بتاعنا فاهب يقدر يطبق يقدر يحلل لحد لما يوصل الى درجة الابداع ان شاء الله رب العالمين احنا نبدأ في السؤال بتاع حضرتك ان شاء الله تحويل ابسط مركب هيدروكاربون اليفاتي الميسان الى ابسط مركب اروماتي اللي هو البنزين العاتل الميسان هنسخنه درجة حرارة عالية جدا توصل ل 1500 درجة ثم تبريد سريع حصلت على الاسيتلين الاسيتلين عمله بالمرة حلقية في وجود 3 جزيئات من الاسيتلين في انبوبة من النيكة المسخنة للنحمرار حصلت على البنزين العاتلي يعني السؤال التحويلة بتاعته مو عادلتين خدت المركب الاول اللي هو الميسان حضرت اسيتلين خدت الاسيتلين عملت له بالمرة سلاسية حلقية في وجود انبوبة النيكل حصلت على البنزين العاتلي تمام كده ده سؤال من الاسئلة لفيغات الاهمية هو سؤال مش صعب ولكن يعني نجيله بطريقة ايه ان انا مش جايلك مباشر من ابسط هيدروكربون الافاتي كيف تحصل على ابسط هيدروكربون اروباتي كده حضرنا البنزين العاتلي بطريقتين تمام عادة تشكيل محفزة ثم بالمرة سلاسية طب ما تيجي نختزل الفينول الفينول اكسد الخرسين يديني اكسيد خرسين زائد ايه زائد البنزين العطري نتعرف على السؤال ادي البنزين العطري ادي الفينول بمر البخار الفينول على تراب الخرسين المسخن هيديني اكسيد خرسيني على الخرسين خد زرة الاكسوجين الهايدروجين بيضاف على الـ C6 H5 انا ممكن اكتمها بطريقة تانية عشان يطالب بس يبقى متخيل احنا بنكتبها ازاي ادي عندي الفينول C6 H5 OH مع الايه الخرسين حرارة الخرسين هياخد الاكسوجينة دي عشان يدينا زد NO يبقى اكسيد حصل له اكسادة على طول يبقى يبقى هيبدل عندي ايه C6H 6 اللي هو الايه البنزين العطري طب الخرسين حصل له اكسادة طلعت اكسيد خرسين ده مركب بيستخدم في ايه بقى نرجع للباب الاول طبعا اه المانع اكسيد الخرسين بيستخدم في ايه عندي الديهنات وصناعة المطاط ده اكسيد زد NO اما كاملتين الخرسين ده بتاع الشاشات الايه الالكترونية واطلاقات المضيخ تمام يعني كل الكيميا ده اخلا ببعض ايه خير ان شاء الله اخش بقى على تحضير البنزين في المعمل طبعا البنزين العتري في المعمل بطريقة تسمى التقطير الجاف تقطير جاف في وجود بنزوات سوديوم احنا اخذنا تقطير جاف قبل كده الستات سوديوم ده تحضير الميسان ده الوقت بين زوات سوديوم تحضير البنزين العتري بنفس الاسلوب بنفس الطريقة في وجود جير سودي هيدروكسيد سوديوم مع اوكسيد كالسيوم وانسخم هيبتر يطلع عندي بنزين مع المركب السنوي اللي طالع كربونات سوديوم طب هكتب هكتب التقطير الجاف العام للالكنات واكتب للبنزين عشان نقارن بينهم هنا هيدينا NA2 CO3 والمجموعة الالكايل لما ياخد الهايدروجين يديني الكان عشان نحضر الالكان بسفة عامة ده تحضير الالكان ممكن برضو نفس الكلام عندي مجموعة ارايل وهنا COO NA مع NA OH في وجود CAO مع التسخين المجموعة دي كلها بتطلع مع بعض نفس الفكرة هيدينا ايه هيدينا NA2 CO3 مجموعة الارايل لما بيتحد مع الهايدروجين هيدينا بنزين عطري هيدينا ايه بنزين عطري لو كان مجموعة الارايل في نايل طب انا عايز اكتب المعادلة بنزوات الصوديوم ادي حلقة بنزين وهكتب هنا COO NA ده بنزوات الايه الصوديوم هفعله مع مين مع الجير الصودي اللي هو خليط من هيدروكسيد الصوديوم واكسيد الكالسيوم طب انت اكسيد الكالسيوم كاتبه على السهم ليه هو ما بيشتركش بالتفاعل طب طالما هو ما بيشتركش بالتفاعل شغلة ساعته ايه ان هو ده بيعمل على خفض درجة انصهار المزيد والامتصاص ابخلة الماء الله يفتع عليك يبقى المجموعة دي كلها هتطلع مع بعض هيدين ايه هيدين كربونات الصوديوم اللي هو ال NA CO3 احيوان صرحت انا لا لا جميل لا هيدك الصحة زائد البنزين البنزين العطري زائد البنزين يبقى انا عندي بنزوات الصوديوم تقطير جاف مع الجير الصودي هيدينا في وجود حرارة وحرارة جير حي اللي هو جير الحي هيدينا كربونات صوديوم زائد البنزين العطري طرق تحضير البنزين في غاية الاهمية احنا ممكن نطلع مركبات كتير جدا عن طريق تحضير البنزين وتحولات كتيرة وزي ما قلت حضرتك الطالب بأيدي ورق وقلم وكشكول ويبتدي ياخد مركب ويطلع منه كل المركبات اللي هو عاوزها فيه التحولات انا بحذر الطالب وبقوله حاجتين ما تعملهمش مذاكرة مع اللي تحل اسئلة ده خطر تحل اسئلة كتير تتعرض لأفكار كتير ده في ما صحتك الحاجة التانية ما تستناش حد يقولك من كذا كيف تحصل على كذا انت اعمل خرايط واشتغل كل ما تتعب ربنا يديك ان شاء الله طيب احنا اتكلمنا على البنزين العطري بطرق تحضير وتشوفنا تسمية الايوباك للبنزين العطري وشوفنا كمان اه ازاي بنحضره في المعمل البنزين العطري يحتوي روابط سيجما وروابط باي يعني بيتفاعل بالاضافة والاستبدال تفاعلات الاضافة للبنزين العطري لو حبينا نتعرف على تفاعلات الاضافة وفيها تحويلات البنزين بس عشان ما فيش ايه حاجة تعدي مننا ما فيش تيجي بعد الكيميائية اه الخواص الليه الخواص الفيزيائية بتاعت البنزين انه سائل شفاف لا يمتزك بالماء ليه رائحة مميزة هو نفسه مزيب عضوي بيغلي عند درجة اه بيغلي عند درجة حرارة من ثمانين لاثنين وثمانين درجة مئوية طالب هنا لازم يحفظها بقى عشان دي طريقة تحضيره من الفحم الايه الحاجة تمام الله يفتع عليك كويس او وفي نفس الوقت البنزين لارتفاع نسبة الكربون به لما بييجي نحرقه بيطلق بلهب ايه بلهب داخل عشان الكربون اللي فيه كتير بيطلع زرات كربون غير تامة الاحتراق فبيتدخن وبيطلع ايه الدخان بتاع احتراق البنزين العتر تبا الهدرجة لالبنزين ده يعتبر تفاعل اضافة لو خدت البنزين العتري مع تلاتة اتشتو بيدينا هكسام حلقي الهالجانة في وجود اليوفي بيطلع عندي مركب مبيت حشري قوي يسمى جامكسام سي ستة اتش ستة سي ال ستة طبعا عشان اشوف تفاعل الهدرجة تفاعل الهدرجة عندي بنزين العتري مركب اروماتي عملت له هدرجة طلعت هكسام حلقي مركب الفاتي طب البنزين العتري انا جبته اساسا من الهكسام العادي هكسام عادي لو عملت له اعادي تشكيل حصلت على البنزين بنزين عتري هدرجة حصلت على الهكسام الحلقي يبقى من هكسام عادي كيف تحصل على هكسام حلقي هكسام عادي اعمل له عملية اعادي تشكيل بنزين بنزين هدرجة طبعا في وجود نيكل مجزة بيدينا ما يسمى بالايه بالهكسام الحلقي ا pattern سؤال بتاني يا استاذنا سؤال في غاية الاهمية. طيب فنحصل على. جنب بعض كده. تفضل. السؤال بيقول لي من الهكسان العادي كيف تحصل على الهكسان الحلقي. اه كده يبقى باين كده او لا? اه تفضل. اه. تمام كده ممكن بس المونتور. لا مش هيباين لا. هاتون الانزل لتحت شوية كده. اهو. السؤال بتاعه. من الهكسان العادي كيف تحصل على الهكسان الحلقي. بناخد الهكسان اعادة تشكيل. بعمل له اعادة تشكيل محفز. يديني بنزين عطري. زائد اربعة مول من غاز الهايدروجين. هاخد البنزين العطري. هعمل له تشبعه. هدرجة في وجود ضغط ودرجة حرارة. عامل حفاز زي البلاتين. يديني الهكسان اللي ايه? الهكسان الحلقي. بقول الابناء الطلبة ان السؤال ده من الاسئلة اللي في غاية الاهمية. من الهكسان العادي كيف تحصل على الهكسان الحلقي. او زي ما هو كده موجود عندنا من مركب الهاتي كيف نحصل او من مركب الهاتي زو سلسلة مستقيمة كيف نحصل على مركب الهاتي زو سلسلة حلقي او حلق. اه. هيدلوكاربون حلقي. او من الكان ذات سلسلة مفتوحة كيف تحصل على الكان حلقي. فالطالب دايما يبقى ايه المدارك بتاعته واسعة. الاساس عندي في العضوية افاهم عضوية. افاهمها كويس اوي. فاهم روابط. فاهم الحلقات بتيجي ازاي? فاهم التحولات. اهم حاجة شروط التفاعل او عطالب ينسى يكتب شرط التفاعل. عندنا لسه العضوية كتير شغلها كتير. فبالتالي لازم شرط التفاعل احفظه. او استاذ انت بتقول نفهم. ايه ما انا هفهم في الاول التفاعل. لكن شروط التفاعل دي اساسية للحفظ عندي. تعالوا نشوف ازاي نكون الجامكسان. الجامكسان من اقوى المبيدات الحشرية. مبيد حشري قوي. سي ستة. اتشي ستة. سي اللي ستة. برضو مركب الافاتي. هناخد البنزين العطري. نعمله كل ورا. في وجود اليوفي. يعني اضيف له كلور. تلاتة مول كلور. في وجود اشعة فوق بنفسجية. بنحصل على مركب الجامكسان. سي ستة. اتشي ستة. سي ال ستة المبيد الحشر. طيب. ادي الرسمة بتاعتي او المعادلة بتاعتي الموجودة هنا عن المينتور. بتحدد. ادي اه نزبط كده. يبقى انا عندي البنزين العطري. بيتفاعل مع تلاتة مول من غازي الكولور. في وجود الترا فيلوت. هيديني الجامكسان. سي سكس اتشي سكس. سي ال سكس. الجامكسان. انا ممكن اقول عليه. سداسي. كولورو. هكسان حلقي. تمام. ممكن اسمي ايه? سداسي. كولورو. هكسان. لا ده في ورقة جديدة وهنرسمه بقى صيقة بنائية. نوضحه عشان يبان قدامنا اللي هكسان حلقي. سداسي. كولورو. هكسان. حلقي. سداسي. كولورو. سايكلو. هكسان. سداسي. هالو. هكسان. ايه. حلقي. ممكن ارسمه بالشكل ده. تفضل. هنا سي ال. وهنا 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 سيل طب لو حطت مع سيل كله ايه كله ماشي كله روك نحط ايه اه ماشي اوكي ايه ما تبقى كده سداسي كلورو هكسان حلقي طب يا طرى دا عنده كم سيجمة 18 سيجمة كاني بالزبط ايه الهكسان الحلقي 6 سيجمة بين كربون وكربون و 6 سيجمة بين كربون وهيدروجين و 6 سيجمة بين كربون و كلور عنده 18 18 ربطة سجمة في الهكسان ولا ده مش هكسان ده عبارة عن سوداسي كلوروهكسان ده مبيت حشم دايما بيجي في الامتحان من كربيت كالسيوم كيف تحصل على مبيت حشم من بنزوات السوديوم كيف تحصل على مبيت حشم من الهكسان العادي كيف تحصل على مبيت حشم من الفينول كيف تحصل على مبيت حشم يبقى الطالب أنا هقولها تاني ومش هزهق منك يا ابني طول ما انت بتعمل تحويلات ويا ابنت طول ما انت بتعمل تحويلات لوحدك هتبقي رئيسة قسم الكيمية العضوية أما هتستدي أسئلة من حد تأكدين كده أنك انت بتصديب نفسك أنا عايزكم تعملوا خرايط وتبدعوا إن شاء الله ونخش في الامتحان وإحنا قلبنا جامد وإن شاء الله هنوفق ونجيب درجات كويسة تعالوا لي بس في رؤساء أقسم الكيمية العضوية إن شاء الله نكمل مع بعض في التفاعلات شفنا تفاعلات الإضافة كانت عملية هدرجة وعملية هالجنة ندخل على تفاعلات الاستبدال تفاعلات الإحلال هات وخد تفاعلات إحلال عندي إيه هالجنة برضو بس في وجود إيه بقى في وجود يوفي وعمل حفاز طب كان هالجنة في وجود يوفي كان تفاعل إضافة استبدال هالجانا في وجود يوفي وعامل حفاظ ايضا هناخد سلفانا نيطرة الكلة تفاعلات خاصة بحلقة البنزين بروابط سجمة اللي موجودة في البنزين هنبدأ اول تفاعل منها هالجانا لوجود الكولور في اليوفي مع العامل الحفاظ برادة حديد او كولوريت حديد سلاسي قادي عندي البنزين العطري هتفاعل مع غاز الكولور في وجود كولوريت حديد ثلاثة والترافيلوت هنا هيحصل تفاعل احلال او استبدال استبدال ازاي يعني انا عندي هنا زرتين كولور عاملين ضربة تساوية مع بعض كولور منهم هياخد الهايدروجين من حلقة البنزين عشان يديني كده حلقة البنزين بقى مكان الهايدروجين فاضي الكولوري التاني يخش مكانه فانا عملت احلال احادي كولورو بنزين يبقى المركب ده اسمه ايه احادي كولورو بنزين ده مراكباته كتيرة جدا مراكباته لا بساردا كان مبيت حشري بس ضعيف احادي كولورو بنزين عشان عنده الكولور مع حلقة البنزين احنا عندنا زي ما المشتقات الهالو جينية للالكانات ليه استخدام انا عندي برضو المشتقات الهالو جينية للبنزين العطري ليه استخدام الأروماتية من هنا انتشرت المبادات الحشرية كتير جدا لغاية لما ظهر المركب وللأسف يعتبر أكبح مركب تم تحضيره في عالم الكيميا مركب خطر جدا وتم إيقاف استخدامه عالميا سنة 1979 لأنه يسبب أمراض خطيرة جدا اللي هو الدي دي تي مركب الدي دي تي يسمى سنائي كلورو سنائي فيمايل سلاسي كلورو إيه سامي سنائي كلورو سنائي فيمايل السلاسي كلورو إيه سان الصيغة البنائية مش مقررة علينا ولكن لازم نتعرف على كان بيستخدم في إيه كمبيت حشري قوي جدا ولكن هذا المركب تم إيقافه لأنه بدأ يؤدي إلى أمراض خطيرة ويؤدي إلى إيه قتل الحشرات النافعة زي النحل مع الحشرات الضارة وسامي جدا لوجود المجموعة الخاصة بـ اللي موجودة عندنا دي المجموعة السامة فيه المشكلة المركب ده إيه إنه هو مركب سابت حراريا يعني إنت لما تيجي بيرشوه كمبيت حشري حرارة الشمس بتأثرش فيه الميا بتأثرش فيه سابت حراريا فبيبدأ ينتقل من الزرع يروح للحشرات النافعة ينزل للسمك يروح بقى للايه المستهلك رقم واحد يوصل لسلسلة الإنسان فعشان سميته العالية بدأ إيه استخدامه يطلغيه الحمد لله إن هو إيه يطلغه طيب ده دي دي تي بعد كده فيه تفاعل مهم جدا للبنزين اللي هو تفاعل إيه الألكلة هناخد الألكلة وبعدين إنه يطلع إن شاء الله ربنا سهل يبقى فيه وقت معنا ونقدر نشتغل الألكلة كلمة ألكلة يعني إيه ادخال مجموعة ألكيل إلى حلقة البنزين ولكن التفاعل ده تفاعل في غاية الأهمية لأنه بيدين مركب في غاية الأهمية اللي هو لإيه الطلوين قادل بنزين العطري حلقة سداسية الشكل هفعله مع هاليد ألكيل اللي هو مين كلوريد ميسايل كلوريد ميسايل هستخدم فيه وجود كلوريد ألمونيوم AL CLC لا مائي عامل حفاز اه كعامل ايه حفاز ايه اللي هيحصل عندي كولور هيشد زرة هيدروجين من حلقة البنزين هديني HCL ده ناتيك سانوي زائد حلقة البنزين لما اتاخد منه زرة هيدروجين مكان هيدروجين فاضي تخش مكانه مجموعة الايه مجموعة الالكايل المركب ده اسمه ايه طولوين ميسايل بنزين مركب في غاية الأهمية من المركبات المهمة جدا ولكن التفاعل ده مكتوب على اسم عالم او اتنين من العلماء التفاعل ده اسمه ايه تفاعل فريدل كرافت طالب السنوية العامة ما ينفعش تنسى التفاعل ده تفاعل فريدل كرافت ده ممكن يجيلك مصطلع علمي تفاعل البنزين مع هاليدات الالكايل في وجود كولوريد الامونيوم لا مائي كعام الحفاظ ده على طول بنسميه ايه تفاعل فريدل كرافت الكلة نكتبه كمان تفاعل الكلة ما بنفسين فريدل كرافت كده شفنا الالكلة اللي احنا طلعنا منه مركب الطلوين تعالوا نتعرف ايضا على تفاعل النيطرة من خلال خليط النيطرة حمد النيطريك المركز مع حمد الكابراتيك المركز بنسبة واحد الى واحد والتسخين حتى خمسين درجة ما او ايه تفاعل يسمى تفاعل نايترا نايترا يعني ادخال مجموعة نايترو الى حلقة البنزين وسحب زرة هيدروجين من حلقة بنزين تكون ميا التفاعل ده مشكلته منه انعكاسي يعني المتفاعلات تديني نواتج تترجع النواتج لايه متفاعلات فلازم نستخدم مادة نازعة للميا زي حمد الكابريتيك المركز ينزع الميا ويمنع التفاعل العكسي يبقى خليط النيطرة مبارة عن حمد نايتريك مع حمد الكابريتيك مركزين بنسبة واحد الى واحد يلا نتعرف على اجابة بتاعت النيطرة ادي عندي البنزين الايه العطري بفاعله مع حمد النيطريك المركز ومعها حمد الكابريتيك برضو مركز والتفاعل بتاعه هيتم عند درجة حرارة خمسين درجة مقاوية ولكن حمد النيطريك لما اجابه بصله هلاقي ان في الصيغة بتاعته عبارة عن مجموعة او اتش هيدروكسيد وده اسمه ايون النيترون انا عندي دور حمد الكابريتيك بجانب انه هو بيمنع التفاعل الانعكاسي انه هو بيسهل خروج ايون النيترون من حمد النيترين انا عندي او اتش هيسحب زرة هيدرو جين من حلقة البنزين عشان يديني عشان يديني ميا مكان الهيدرو جين اللي خرج مكان فاضي هتخش عليها مجموعة الايه الايون النيترون تو المركب ده اسمه ايه اسمه نيترو بنزين مركب من المركبات اسمه ايه مركب اسمه النيترو بنزين والتفاعل ده ممكن ينفع مع التلوين النيترون يعني لو خدت التلوين وعملت له وتفاعل نيترون يديني مادة شديدة الانفجار اللي هي الـ TNT سلسي نيترو طلوين مادة من المواد اللي بصدنا فيه عمليات التفجير مادة مفجرة بسبب وجود زرات الكربون اللي هي تعتبر مادة قابلة للاشتعال وجود مادة الاكسوجين المادة المؤكسدة اللي بتقدي الى اكسادة الكربون الروابط اللي موجودة ما بين الايه الكربون والاكسوجين والان والان اللي هتتكون هتبقى روابط قوية شديدة الايه الكاس وتصحبها انطلاق طاقة طبعا الروابط بين الان والاو ضعيفة يعني المركب ده لما نرسمه هيباني الكلام اللي بقوله سلاسي نايتروكوين مش هيباني الكلام ده انا هخليك تعيده تاني معلش انا اتعارف ان انا بحب التفصيلة دي اسمحها من حضرتك كتير يعني انا عندي المركب ده ادي الطلوين هيتفعل مع ثلاثة مول من حمض النيتريك في وجود حمض ايه الكابريتيك مركز اه حمض كابريتيك مركز هيديني مية وهيديني مركب اسمه اتنين اربعة ستة سلاسي نايترو طلوين السلاسي نايترو طلوين ده بنسميه التي ان تي وهي مادة شديدة الانفجار وسؤال دايما بييجي في الامتحان علل ولا يا اصداد رمضان كل سنة بذبسك في الاجابة بتاعتها لاني بحب الاجابة بتاعتها منك سؤال بيقول علل ليه المركبات عديدة النيترو العضوية مواد شديدة الانفجار طبعا زي ما بتقول حضرتك مواد شديدة الانفجار احنا لو بصينا ليه السلاسي نايترو طلوين في كم زادة كربون؟ ستة في حالة البنزين وزرب مجموعة الميسيل يبقى عنده كربون ده وقود زادل للاشتعال طب مين اللي هيقد لاشتعاله؟ الاكسوجين انا عندي ستة اكسوجين مادة مواكسدة يبقى فيه السبب ايه؟ السبب الاول لوجود الكربون ودي مادة قابلة للاشتعال وجود اكسوجين ودي مادة مواكسدة الروابط ما بين الان والاو روابط ضعيفة لأن فرق السليبية بينهم إلي روابط ضعيفة سهلة الكس ترتبط ال-O مع ال-N تعمل روابط قوية يرتبط ال-N مع ال-N يعمل روابط A قوية يرتبط ال-O مع ال-C يعمل ربطة قوية ال-N مع ال-N روابط قوية يعني السؤال بتفسير بسيط جدا على المواد الناترو العضوية شديد لانفجار لوجود كربون وقود ذات الاشتعال وجود أكسوجين مادة مؤكسدة الروابط بقى توضحها بين ال-N وال-O ضعيفة وال-C وال-O قوية ال-N وال-N قوية وده تفاعل طارد للحرارة يؤدي القوة الانفجار كده عبنا نيطرة للبنزين نيطرة للطلويم نخش على سلفانة البنزين كلمة سلفانة معناها إدخال مجموعة السلفونيك إلى حلقة البنزين احنا عندنا البنزين العطري لما بقى جفع له مع حمض الكابريتيك حمض الكابريتيك بيتحلل أثناء التفاعل بيديني مجموعة هيدروكسيل سالبة ومجموعة سلفونيك موجبة إيه اللي بيحصل ال-OH اللي هو جوه الدائرة بياخد هيدروجين من حلقة الإيه؟ من حلقة البنزين بياخد هيدروجين من حلقة الإيه؟ بنزين الدينامايل مكان الهيدروجين فضي مجموعة السلفونيك اللي هو ال-S-O-C-R-H يخش مكان ده يسمى حمض بنزين سالفونيك ندخل علي مجموعة ال-K-A-L-B-A ده دور ليه دور مهم جداً في صناعة المنظفات الصناعية كويس إن أنا عندي حمض بنزين سالفونيك أدخل علي مجموعة الكايل هيديني الكايل حمض بنزين سالفونيك الكايل حمض بنزين سالفونيك ده ما بيدوبش في المياه ماش كده؟ فاروح أحوله الملح ايه؟ سوديومي هفعله مع هيدروكسيل سوديوم على طول الدين المنظف الصناعي نحن نكتب معدل في ورقة جديدة الوحدية لصناعة المنظفات الصناعية المنظف الصناعي اللي هنحضره دلوقتي أساساً بيتكون من جزئين شقين الرأس وده متأين محب للمية والزيل سلسلة كربونية غير متأينة بتكون كاريها للمية فبالتالي هنقدر نشيل التساخات من الملابس أو من المواد اللي عليها بس الأول تعالوا نشوف كيفية صناعة المنظف الصناعي في عملية ادخال مجموعة او ادخال زرد سوديوم على حلقة البنزين ومجموعة السلفونيك طيب انا عندي هنا المركب اللي هو حمض بنزين سلفونيك عملتله الكالا وبالبلد كده دخلتله مجموعة الكالا ركبتله ديل يعني ده عبارة عن سلسلة هيدرو كربونية عبارة عن ايه سلسلة هيدرو كربونية المركب ده كده ما بيدوبش في المية انا عايزه يدوب في المية على طول حوله الملح سوديوم اي مركب عضوي لا يزوف في الماء حوله المركب ايه سوديوم هفعله مع مين مع هيدرو كسيد السوديوم لما فعله مع هيدرو كسيد السوديوم هيبقى المركب بتاعك الاتي ادي الار حلقة البنزين وبعد كده هنا سو سري ونشيل الاتش ندخل الاتش ونحط ايه ن ايه زائد مية اه ده اسمه ايه المركب ده اسمه الملح السوديومي لالكايل حمض بنزين سلفونيك وده اللي احنا بنسميه المنظف الصناعي ده الارض عشان لما ييجي في الامتحان يقول لي كده ممكن يقول لي اذكر المصطلح العلمي الملح السوديومي لالكايل حمض بنزين سلفونيك يبقى ده المنظف ليه الصناعي او يقول لي قل لي الاسم العلمي ليه المنظف الصناعي الملح السوديومي لالكايل حمض بنزين سلفونيك لو انا جيب بصيت للمركب ده هلاقي ان المركب ده بيكون من جزئين رأس عليها شحنات مجاوة سالبة محبة للمية متأينة متأينة ايوة والجزء الديل ده جزء كاره للمية سلسلة كربونية عشان كده لما بنيجي نعمل عملية غسيل طبعا اوضحها كده بس عشان الطالب يبقى واخد باله كده اه كافية ازالة ايه الاتساخات من الملابس كده اه دي حلقة البنزينة هي وادي هنا اس او سري ان ايه دي المجموعة المتأينة اللي احنا بنسميه المحب للماء وعندي هنا الديل ده عبارة عن مجموعة سلسلة هيدرو كربونية ده بنسميه الزيل والديل ده كاره للمية للمية طيب ازاي الميكانيكية بتاعت التنظيف بتتم يعني العملية دي بتتم ازاي هي عملية بسيطة جدا ان انا لو حطيت القماشة بتاعت اللي فيها وساخات يعني في المية بس التندية بتبقى ضعيفة والمية اصلا مركب غير قطبي ما عندوش قدرة على ان هو ايه ينظف مركبات قطبية مركبات غير مركبات عضوية تندية لما ابلل الملابس اه اه بجيب الملابس وحطها في الايه في المنظف الصناعي بتزود التندية عشان بقلل التوتر السطح للمية يعني التوتر السطح بايه اللي تبدأ الملابس تتشرب المية عشان يخش المنظف الصناعي يقوم بعملية الايه التنظيف الكيمياء اللي عندنا لو انا مثلا تخيلت ان هي دي الايه المادة الايه الدكنية انت مادة الدكنية اه 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 دي الجزيئات بتاع المنظف الصناعي عن طريق الديل الكاره للمية استخبها جوه البقعة الدهنية وبعد كده الجزء المحب المياه بيجزب البقعة الدهنية دي ويطلع بيها ايه ويطلع بيها بره يجزبوا على اساس ايه الصامعي نه يكذبوا ان الشحنات المتشابهة في الرأس تبدأ تتنافر مع الحركة الميكانيكية الشحنات للرؤوس المنظفات كلها متشابهة يحصل عملية تنافر تنافر فتتحرك وتسحب معها البقعة الدهنية من الأنسجة فتزال البقعة الدهنية الله يفتح عليك ده بالنسبة لعملية اسمها عملية السلفان حلقة مهمة جدا وحاجة فيها شغل عالي جدا ولازم نتعرف بقى على المواضع المختلفة للبنزين أرسو وميتا وبارا وحنا أجلناها لآخر الحلقة كده عشان نوضح المجموعات اللي بتوجه لأرسو وتوجه لبارا وتوجه لميتا حاوزين نتعرف على المواضع دي ده بيسمواها سناء الإحلال يعني مثلا اه دي حلقة البنزين حلقة البنزين اهي ودي بنسميها مجموعة بديلة للهيدروجين اللي هي الـ A اللي هي الـ A اسمها مجموعة بديلة للهيدروجين طيب ممكن يبقى كلور ممكن يبقى مجموعة ألقايل أي حاجة جزء ده مهم فعاوزين نقوله بالراحة كده مع مراعاة الوقت ده حلقة البنزين أيوة الـ A دي مجموعة بديلة للهيدروجين حلو أنا هتخيل ان أنا هفعله مع ايه مع مركب B قدامي كام احتمال تلات احتمالات الاحتمال الأولاني ان الـ A يوجه الـ B للوضع أورسو يبقى المكان ده اسمه أورسو اه يبقى المكان ده بنسميه رقم اتنين وفي نفس الوقت من ناحية تانية رقم ستة كويس ده بنسميه أورسو أنا بسميهم الحارس للمجموعة البديلة اه الاتنين اللي جاء الحارس اللي جام اللي جام بالمجموعة البديلة تمام فأنا عندي الـ A ده بيوجه يا ايما للموضع رقم اتنين يا ايما للموضع رقم ستة الاحتمال التاني ان الـ A يوجه لي الـ B للموضع ايه الموضع رقم أربعة اللي هو المقابل تمام اللي احنا بنسميه الوضع ايه بارة او احتمال ان الـ A يوجه البي للوضع ايه ميتة اللي هو الموضع كام رقم ثلاثة او خمسة يعني هنا او هنا ده بنسميه الوضع ايه ميتة هو الفريق الخاص بأرسو وبارا المجموعات اللي بتوجه لهذه ايه المواضع المجموعات اللي بتوجه للوضعين أرسو وبارا مجموعة الالكايل هالوجينات اللي هي كلور او فلور او بروم او يود وبعد كده مجموعة امينو اللي هو الان ايه الان اتش تو مجموعة الهايدروكسيل اللي هو ال او اتش دي مجموعات بتوجه للوضعين ارسو وبارا طب ايه هي المجموعات اللي بتوجه للوضع ميتة مجموعة الالديهيد اللي هي ال سي اتش او فرمائل مجموعة الكيتون اللي هو السي ورابطة السنائية او كربونيل وبعد كده مجموعة الايه الكاربوكسيل اللي هو السي او او اتش ومجموعة النيترو بتوجه للوضع ميتة نايترو انه اوتو لازم الطالب يبقى عارف المجموعات الموجهة للوضعين ارسو وابارة والمجموعات الموجهة للوضع ايه ميتة الكايل هالوجين امينو مجموعة هيدروكسيل ارسو وابارة الديهيد كيتون كاربوكسيل مجموعة نايترو الوضع ايه ميتة يعني احنا لو خدنا نايترو بنزين غير ما نكتب على الوقتنا اجري بسرعة النايترو بنزين وحطينا ايه عملنا له عملية هالجانا في وجود الكلور طبعا بستخدم كلورية حديث سلاسي في وجود اليو في يتوجه الكلور الى موضع ميتة لان مجموعة النايترو بتوجه لميتة يدينا ميتة كلورو نايترو بنزين لو خدنا الطلوين في مجموعة نيساية مع الكلور في وجود برضو اليو في مع عامل حفاظ يدينا مركبين اروماتي اللي هو أرسو كلورو طلوين وبارا كلورو طلوين زائد اتنين ودي من تفاعلات الاستبدال تفاعلات الايه الاحلال طبعا تعبنا ارسال سامي بحلقة شيقة جميلة وشكرا لتعبك ويا رب تكونوا استفدتوا كده وان شاء الله بالتوفيق لكم جميعا نشوفكم على خير قريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة